الاهلي الى نهاية كأس مصر بفوز على امبي بالنتيجة المفضلة اشتركوا في القناة الاهلي النهاردة كسب امبي بثلاثية النتيجة المفضلة مع مارس الكولر من الموسم الماضي عشان يستنى الاهلي الفائز من الزمالك وبرامد في نهاية كأس مصر موسم 2022-2023 مودست النهاردة سجل اول مرة وامام عشور سجل هو الاخر ومعلول بيجيب الهدف رقم خمسين في مشواره مع النادي الاهلي كوز الاهلي النهاردة مفرحوش هو وبس لا ده كمان فرح مودرن فيوتشار اللي ضمن المشاركة في بطولة سوبر الابطال مع الاهلي وبرامد وصيراميكا كيلو بطر بيجيب مبروك للنادي الاهلي وقمان يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم في نصف نهاية كأس مصر عن موسم 2022-2023 قدر النادي الاهلي وبين كوزين بأقل مجهود يفوز على إنبي الفريق المحترم 3-0 النادي الاهلي في أفضل أحواله على الإطلاق بمعنى أنه الاهلي لو النهاردة ما قدمش أعظم المستويات ما قدمش مباراة خيالية يعني مباراة جيدة وبيقدر يكسب وبسهولة 3-0 وضيع فرص وكورة كمان في القائم لحسين الشحات في بداية المباراة الاهلي مارس الكولر خلاه فريق تقيل قوي قوي بأي مجموعة لعبين يقدر يكسب النهاردة إمام عشور على الدكة وحمد مجد أفشل لأساسي رامي ربيع بيرجع على الدكة وياسر إبراهيم هو لأساسي بتتكلم في كريستو لما ينزل يعمل مباراة جيدة بتتكلم في إمام لما بينزل بيعمل مباراة جيدة أي مجموعة لعبين في النادي الأهلي الآن يعملوا مباراة جيدة كهرباء يلعب مهاجم يسجل مودست النهاردة يلعب مهاجم يسجل لأول مرة مودست لسه طبعا عشان الناس بدأت تكتب وبدأت تقول محتاج يخش بدنان يبقى أفضل من كده لسه لسه بيستعد يعني هم محضرش مع النادي الأهلي بطرة الإعداد فمودست واضح إنه مش جاهز بدنيا بس الراجل عنده لمسات عنده لقطات لسه هنشوف برضو مش أقدر أحكملك عليه من دلوقتي لسه ما بينش حاجة ما بينش أمارات بس الهدف اللي سجله النهاردة أكيد هيساعده هيساعده كتير أول فترة اللي جاءت هنشوف الأهداف وأول الأهداف كان عن طريق علي معلول في الدقيقة تلاتة وتلاتين من ضرب الجزاء تحصل عليها أليو ديانج علي معلول زي ما قلت لكم في المقدمة بيسجل الهدف رقم خمسين ليه في مشواره الرائع جدا والتاريخي جدا مع النادي الأهلي بعد كده الهدف الثاني سجله مودست طبعا بصعوبة مختاش بأفضل شيء بس هي دخلت يعني ايه هو كان محتاج هدف أكيد وبدأ هو على طول بنسر النادي الأهلي في الاحتفال الهدف الأول لمودست مع النادي الأهلي على الهدف الثاني في مباراة اليوم بعد كده الهدف الثالث البديل الرائع أساسي أو بديل رائع دائما إمام عشور يسجل الهدف الهدف الثالث وهدف الختام دي النادي الأهلي في هذه المواجهة إمام عشور هتكلم أنا شوية على إمام عشور عشان إمام عشور يستحق الحديث إمام لعيب 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 بجودة مختلفة تماماً 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 عن باقي لعبي الدوري المصر تحديداً في وسط الملعب مركز رقم 8 النهاردة على فكرة أول ما نزل كان بيلعب جناح بعد كده رجع تاني في وسط الملعب لعيب رائع جداً في استحوازه على الكرة في تحركاته بالكرة في التزديداده في تواجده في الأماكن المهمة في أرض الملعب في كل شيء إمام عشور لاعب رؤى وإنتا بتفرج على إمام عشور بتقعد تقول بس بس يا رب يفضل ثابت ويفضل مركز طول الوقت في كرة القدم وفي اللعب وفي الأداء وفي الشغل الفني اللي بيعمله مع النادي الأهلي وإن شاء الله مع منتخب مصر عارف هفضل أقولك كلام دوت عشان خاطر إحنا للأسف كنا مجربين زمان النماذج مش عظيمة في فكرة الاستمرارية والاستقرار النفسي والزهني إمام عشور لاعب رائع جداً يصعب عليك أوي لو يحصل أي ضرب في تفكيره ومش في مستوى الراجل واحد من أفضل اللعبين من وقت ما كان في نادي الزمالك عنده ثبات في المستوى عنده أداء رائع جداً مؤثر جداً مع فريقه جداً إن شاء الله يبقى مؤثر جداً كمان مع منتخب مصر هي بقى إضافة رائعة في وسط ملعب منتخبنا الوطن إن شاء الله دايماً بنقول إنه اللعيبة اللي زي دي ما كانها في أوروبا هو راح وما كملش كتير رجع رجع على مين؟ على النادي الأهلي النادي الأهلي متطلباته ممكن تبقى أكتر من متطلبات النادي اللي كان بيلعب فيه في أوروبا اللي هو متلاند ديرمارك فمحتاج يركز محتاج يشتغل زي ما شاف النهاردة هو الراجل رياحه عشان هو الوحيد اللي كان بيلعب الأربع مباريات اللي فاتوا لنادي الأهلي كأساسي طول المباراة فالراجل رياحه النهاردة وبمناسبة رياحه النهاردة دي عجبني في مارس الكولر إنه دايماً بيعمل التدوير بتاع اللاعبين بشكل علمي يعني إيه؟ يعني أنا مش هفضل أدي اللعيبة لحد ما تجيب آخرها لا أنا أمام عشوه أديه أربع مباريات هرياحه النهاردة ما ديه مباراة مهمة محمد مجد قفشة مهمة برضو اللي شارك النهاردة بيرسي تاو هتديره تلات أربع مباراة بس هعادوا مباراة ليه؟ حتى لو مهمة ليه؟ عشان هرياحه ما يحصلوش مشكلة أوي صابة ريدا سليم نفس القصة حسين الشحاد نفس القصة كهرباء مودست كل اللاعبين اللي بيلعبوا بيغيرهم مارس الكولر بما فيهم علي معلول حتى اللي كان غيره في المباراة الماضية فأنت بتتكلم في مدرب فاهم وعارف هو بيعمل إيه؟ بيعمل زي اللي بيحصل في أوروبا يعني أنت مثلا بتجد تفرج على المدارية في ماتش في الدوري بعد ماتش دوري أبطال أوروبا وتلاقي مثلا أنشلوتم قاعد بيلينج هام تقول إيه ده؟ ما قاعد ههم العيب في الفره؟ آه عادي معشان ما يستهلكوش يحصل له أصابة يحصل مشكلة بعد كده حتى لو المباراة مهمة ما هو البديل مهم ودي ميزة عند النادي الأهلي دلوقتي مش موجودة آه في كتير من الأندية في مصر دلوقتي اللي هو أنا عندي لعب أساسي مميز جدا وعندي لعب على الدكة مميز جدا يعني مش اللي هو إيه مميز بس دايما في معظم الفرق في العالم حتى مش في مصر بس بيبقى عندك لعيب أساسي مميز جدا اللعيب البديل غالبا بيبقى مميز بس مش جدا يعني بيبقى أقل منه درجة درجتين بس النهار ده إمام عشور على الدكة في محمد مجدي أفش كهربا اللي كان مميز جدا مع الأهل على الفترات الماضية بره ففي مودست هتلاقي ريدا سليم بره ففي بيرستاو وفي حسين الشحات هتلاقي رامي ربيع بره ففي ياسر إبراهيم وهكذا تشكيلها قوية جدا للنادي الأهلي جدا للنادي الأهلي ممناسبة ريدا سليم وعلى سيرة ريدا سليم ريدا سليم رغم غيابه عن مباراة اليوم مباراة الأهلي وإنبي بس هو هيكون جاهز تماما لمواجهة الإسماعيلي اللي جاية في الدوري يوم الحد وبعد كده هيبقى جاهز لباقي المباراة بشكل طبيعي وخضع للتأهيل في الأيام الأخيرة بعد إصابته بكادمة في الرقبة بالمناسبة هو كان جاهز لمباراة اليوم بس الراجل مرسي الكولر فضل أنه يتأكد تماما تماما من شفاءه من هذه الإصابة عشان ما ترجعلوش الإصابة تانية أو ما يحصلوش أي مصدعفات في الرقبة لعب مهمة كمان رضا سليم جدا جدا طيب قبل ما نروح لأخبار نادي الزمالك نتعاول نروح لأخبار نادي الزمالك بس الأول الأول في حدث سعيد النهاردة في وطننا العربي هو المغرب هتكلم عنها تفصيلا بس لما خلص أخبار نادي الزمالك نروح لأخبار نادي الزمالك شكبالة كابتن نادي الزمالك انتظم في تدريبات الجماعية لأقيمة اليوم الأربعاء استعدادا طبعا لمواجهة البنك الأهلي اللي جاية في الدوري الممتاز شكبالة كان خاط تدريبات تأهلية في صالد الجيم خلال مران الأمس بسبب معاناته من بعض الإجهات في العضلة الخلفية لكنه شارك في المران النهاردة بشكل طبيعي وبقى جاهز من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في المباراة القضية ومباراة البنك الأهلي ده خبر لجنة إدارة نادي الزمالك أو اللجنة التي تدريب نادي الزمالك في الفترة الحالية رفضت تماما تماما البت في طلب الكولومبي خوان كارلوس أسوري ومدرب الزمالك بشأن تغيير الجهاز المعاون له ده أو القرار ده ببقاء الجهاز المعاون عشان اللجنة الحالية زي ما قلت لكم قبل كده مش عايز تاخد أي قرارات حاسمة أو جزرية في الفريق أو في نادي الزمالك إلا مع الانتخابات وانتخاب مجلس إدارة جديد فهم قالوا له انتظر لما بعد 20 أكتوبر الجاري وبعد كده المجلس الجديد يشوف طلباتك وقراراتك بتغييرات تحصل فيه الجهاز المعاون وهي غالبا لما يجي مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي أكيد هو المجلس الجديد هيفكر في حاجة من الاتنين هل هيبكي على أوسوريو أصلا ولا لا تاني حاجة لو أبقى على أوسوريو هيفكروا ساعدتها هل يوفق على طلبه بالإبقاء على الجهاز المعاون ولا لا بس أصلا مستقبل أسوريو علي بعض الغموض هو نفسه الشخص نفسه مش الجهاز المعاون فده اللي هيكرره مجلس إدارة النادي الجديد بعد 20 أكتوبر الحالي بإذن الله مصدر في نادي الزمالك قال لنا إدارة النادي في الوقت الحالي بتدرس الاقتراح المقدم من محامي كهرباء في الساعات الماضية بسداد الغرامة الموقع عليه ولكن دون فائدة المصدر قال إن هناك كسام داخل إدارة نادي الزمالك ما بين الربض والقبول خاصة وأن الفائدة تصل لما يقرب من 300 ألف دولار المصدر قال لنا إنه حال الانتظار والتمسك به الفائدة لن يحصل الزمالك على المبلغ حليل ولكن سيتم الانتظار لفترة أطول في الوقت اللي بيحتاج فيه نادي الزمالك سيولة مالية دولارية لحل أزمة تبقيد يعني هتاخد هتاخد الفلوس أو غرامة كهرباء ودون فوائد خدها دلوقتي هتاخدها بالفوائد هتنتظر بعض الوقت ده واضح للمفاوضات اللي بتحصل ما بين محامي كهرباء وما بين اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي في المقدمة النهاردة قلت النهار الأهلي مش هو السعيد فقط بالفوز على أمبيو والوصول لنهاية كأس مصر موسم 2022 2023 لكنه أسعد أيضا نادي مودرن فيوتشر اللي ضمن هو الآخر المشاركة في بطولة سوبر الأبطال مع النادي الأهلي ونادي بيرامدز ونادي سراميكا كليو بطرة معي عبر الهاتف الآن هيسم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر صديقنا العزيز هيسم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي أنا العسى التحياتي لك كريم وفري العمل والسادة مشاهدين وألفلت مبروك على برنانك مدخرة شوية بسوطة أقلق وأتمنى لك التوفيق دايما يا كريم وبعدين اسمح لي أقول لك عايسم أقول لكش كابتن عايسم عشان الناس ما تعرفش كتير إن إحنا عايش لطويلة يعني عشرين سنة 15 تعريبا كتير 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 وألف مليون مبروك طبعا وألف مليون مبروك منصب إداري محترم في نادي بدأ محترم وبدأ كبير هو نادي مودرن فيوتشار يا عايسم الحمد لله الحمد لله وإن شاء الله أكون إضافة للنادي مع نكتور وليد ونعمل حاجة نكمل فيها نجاحات النادي والله إن شاء الله طيب النهاردة يبدو أن النادي الأهلي دايما وش الخير عليك سواء كنت بتعمل في النادي الأهلي أو خارج النادي الأهلي الأهلي يفوز على أمبي ومودرن فيوتشار يسعد أيضا بفوزه النهاردة بالوصول لبطولة سوباء الأبطال الحمد لله طبعا نحن كنا متابعين الماتش وإن شاء الله طبعا كل فرقة كل محطوطة والناس كل محطوطة إن شاء الله نعمل حاجة محترمة في البطولة نجاح لعلينادي جديد طبعا وصراميكا نحن طبعا هنلعب بيراميز ولعلينا لعب صراميكا فبيراميز فرقة محترمة جدا ماتش مرسح ولكننا نواصق في الرجال إن شاء الله يعملوا كل إدارة عليهم جاهز عظيم جدا الفترة الماضية مودرن فيوتشر في الدوري بدأ بداية رائعة جدا بالفوز في أول مباراتين يتاهل أيضا لدور المجموعات في الكونفدرالي الأفريقية في وقت كان هناك شكوك حول استمرار فيوتشر في الأداء المميز مع رحيل عدد من اللعبين المميزين عن الفريق الحيحنا لما جينا الدكتور وليل كان راضح معي فكرة أن أنت إدارة جديدة فنجحنا الحقيقة إن إحنا كنا نطمن كل الناس إن إحنا مش جايين عشان حد يمشي ولا بالعكس إحنا جايين نكمل الناس اللي كان بتشتغل ونجحتها وحققنا أنا والكابتن علي والدكتور وليد والناس اللي موجودة كلها الاستقرار دوت واللعيبة ده واصل للعيبة والجهاز والحقيقة أنا عايز أقول لك على حاجة يعني من خلالك عايز أشكر عليها الدكتور وليد فعلا أن أول قاعدة وما عادنا ونقلمنا عن أقوة كان عندنا اتفاق واحد إن الاستقرار المادي بينجح أي منظومة كريمة صحية صحية اللعيبة لما إحنا جينا الدكتور كان محضر 25 في المائة كنا متفاقين يوم واحد الشهر اللعيبة تأخذ راتبها طالعنا من ماتشو كونفدرالية بالليل يوم واحد اللعيبة خادت الراتب والمنظومة كلها خادت راتب بتاعتها فإحنا ماشيين كويس في النحية المادية بييجي بقى التعامل النفسي بييجي نحنا ننم قط اللبس كل حيات ما نقول لكش إن هي المدينة الفاضلة بالتأكيد هيبقى فيها أخطاء ولكن الحقيقة السيستم اللي محطوط إن شاء الله يساعد على النجاح وأنا متفاقل جدا باللغاية الكريمة طيب المسلمين اللي فاتوا كان فيوتشر بياخد خطوة خطوة في صراع المربع الزهبي هيسة ما أنا عارف إنت راجل عندك طموحات دائما متى نرى فيوتشر أو مودرن فيوتشر بمسماءه الجديد ينافس على لقب الدول الممتاز موس الموضوع مش فهل الموضوع مش فكرة ماتش ولا اثنين ولا تلاتة إحنا بنشوف فرق بتاخد بونس كتيرة جدا في الدور العولاني وتلاقي الدور الثاني حاجة تانية عشان جدا دائما يقول لك البطل بيهيفر الاستمرارية وإن أنت تحط الوينينج من تلتي عند اللعيبة والمنظومة كلها وده اللي احنا بنثني فيه احنا احنا منظومة نكحة وكل حاجة لكن عادي ناخد نكس تبق أنت شخصية البطل ودي بتاخد وقت عشان انت فاهم الموضوع مش سهل يعني بياخد سكرار مادي وفني وانت قلت فيهيه لعيبة مش هكت موثرة جدا ومع ذلك اللعيبة اللي موجودة الحقيقة أي مضورها وكل بيجتهد وعادي أقول لك أن الحاجات اللي فعلا فرق معي جدا ومع كل اللي موجودين النفسيات اللي في المنظومة يا كريم هايلا الكل وعنكش ده واضح للناس ولابس الكل على القلب بعض والكل فعلا مافيش مشاكل الدنيا هادية أكيد بيحصل انت فاهم ان كل منظومة فيها لكن بنسبة كبيرة احنا مرتاحين في الحتة دي هايتبقى ان احنا بقى نقوي الحتة الضعيفة اللي عندنا كل فرقة فيها نواقص الكرام ده كله لسه عندنا شهر واحد ولسه هناخدها خطوة خطوة وعاكيد انت شغال من دلوقتي انا عارف انت ما بتزهقش يعني من دلوقتي بتدور على العيبة وتلاقيك احب بتتفاوض مع العيبة من ساعتين وهتفاوض مع العيبة بكرة تاني وبتشتغل طول الوقت انا عارف انت عارفت لسه داخل البيت حالا الله ربنا معك ربنا معك طب حيسر انت عندك كمان قصة تانية اللعيبة دي بتشتغل عليهم انك تبكي عليهم ولا فيه منهم ممكن يرحل عن الفريق بص احنا اول حاجة ما تكلمنا فيها انا ودكتور وليد واللعيبة بدأت تجيلي تعريبا اول خمس ست ايام وناس كاب تتكلم كان الكلمة واحدة مفيش حد ماشي دلوقتي احنا بنحافظ على قوام الرئيسي للفرقة تمام ومش عايز يجي هز الفرقة وبيع ده وانت فعيني الصعب حيصة صعبة جدا طبعا انت عايز تقويل فرقة ولكن موسي كل ده وانت شغال برضو مش هنقفط مع تموخات حد لو فيه حد جاله حاجة حاجة ليه باسم المالي وباسم اللاعب ما تكدش الدكتور وليد هيرفض ولا انا هرفض ولا كابل عكس وهيبقى عندنا بلان للتعويض ده بس انا ما ينفعش هاجي اول يوم وبيع وانا يسا مش عامل البلان بتاعك طيب احمد رفعة وناصر ما اعرف خلص انت بخلصين معهم يكملوا مع الفريق عشان سمعنا المصري والزمالك والكلام ده هم مكملين مع الفريق ولا مش مكملين مع الفريق كريم انت بتكلمني في شهر عشرة احمد ناهر احمد رفعة وناصر ناهر من اللعبة المهمة جدا من نسبنا وذا بنت شايف مؤثرين في كل مباراة طبعا واحنا عافين على نفسينا مش حاجة للبيع دلوقتي احنا في شهر عشرة الموضوع مش متروح انت عندك بطولات دلوقتي ادخل فينا كريم انا بس هايسة مش هنوضح لك انا فاهم كويس ان احنا مش هنبيع من دلوقتي يعني انت بشتغل عايز تغذيني فينا كريم لا لا خالص خالص ده بالعكس انا عايز عايزك انت انت اللوقتي بشتبيع من دلوقتي بس اكيد انت من دلوقتي بتحاول تطنع اللاعبين دول تجديد عقودهم يفضلوا مع الفريق انت كمان بتشتغل من ناحيتك التجوة النادي معاهم هل الامور بتاعتهم معلقة ولا الامور محسومة بالتأكيد فيه كواليس كتيرة جدا لسه بشوف العود انا لسه بحل بها كريم انت بتتكلم على شهر صح فانا كان عندي اول حاجة ان المنظومة تعد الترانزيشن بتاع ان فكرة ان ادارة جديدة ومدرين جداد ان انا اهدي المنظومة وحافظ عليها بعد كده بتبدأ تتوغل في القورة وفي الجهازة في القطاع المشيين والفريق الاول والعود وده احنا بدأنا فيه فعلة لكن خلينا اقول لك بصراحة انت بدأت دولة كويس جدا داخل دولة المجموعات عندك السوبر المصري فبالطبع لازم الرسالة اللي توصل للعيبة احنا مركزين في كل ده مفيش كلام على على تعاقدات ولا فيه كلام على بيئ دلوقتي ولا اي حاجة قدامنا لسه وقت فانتو شغالين على هذا الامر فيه نقطة كمان اخيرة هايسة ما هستغل وجودك معي واسعلك بشكل عام بطبيعة عامل لكن انت سواء مع فيوتشار او مع أسوان او قبليهم النادي الاهلي دايما في النادي الاستثماري بقى اسمع كلمة اللي انت قلتها لي من شوية اللي هو احنا عايزين نبكي على قوام الفريق من بيعش لعبين ودايما بقى متخيل ان النادي الاستثماري ده قيم على بيع لعبين وضم لعبين اخرين لعبين صغيرين فيبدأ استثمر فيهم تاني ما هو ما يمنع انه فيوتشار يبدأ يبيع لعبين واشتهي لعبين اخرين انت عارفك لي من اولا القرارات اللي دكتور ليت ساعدني عليها ان انا بنيت سكاوتين تيما عشان الحصة اللي انت بتتكلم عنها داي فريكة شافين عشان الناس تبقى فهم ان انتوا تتعودوا تدوروا على لعبين يعني بزا لا ده هم اشتغلوا من اول يوم انا دخلت فيه كانوا معايا ده اول قرار خدتوا حتى ما كانش معلن واتنين جي واشتغل طارق وشريف واحمد وفيه ناس معروفة منهم انت تعرف بعضهم اعتقد كمان يعني ممتاز تمام ليه بقى عشان اللي انت بتتكلم عنه داي انت في الاخر الكورة بقت بزنس صح كل عارفك الناس عارفين الكلام ده فبالتالي انت هيجي لك وقت بعد ما تهدي المنظومة ويبقى فيه سيستم معين ان انت يبقى عندك بلان بي و سي وان انت لازم تكون جايب لعيبة نوعيات معينة عشان تتباع بعد كده وعارف المراكز اللي ممكن تطلع اللي ممكن تطلع طبق هي مراكزها ايه انت تكون محدى الله هو الكبر ده الكريم اللي احنا هنوصله في وقت ما ان انت هيجي لوقت تهديد بس تكون عندك البديل اللي انت كمان هتحضره انت فيهم العيب ممتاز جدا الصديق العزيز هايسة معروه برئيس تنفيذ النادي مودرن فيوتشر انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة من الشخصيات النجحة جدا وفي اي مكان له بصمة واضحة جدا وبهنيه كمان على صعود مودرن فيوتشر النهاردة بفوز الاهلي على اين بصعود مودرن فيوتشر الى بطول السوبر الابطار المشاركة فيها مع سربيا كيلو باترا وبرابتز والنادي الاهلي نكمل اخبارنا ونروح لمنتخم مصر روي بيتوريا المدير الفني لمنتخم مصر استقر على ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي لقائمة الفرعنة لمبراطي زنبيا والجزار والديتين في الامارات يومي 12 و 16 اكتوبر الجاري بإذن الله بيتوريا شايف ان الكهربا بقى من القوام الاساسي للمنتخب ورغم اقافه عن الاهلي في الدورة لكنه بيقدم مستويات جيدة في المباريات الافريقية وطبعا المبارات اليوم شارك في جزء بسيط النهاردة في كأس مصر بيتوريا كمان يانوي يانوي بس يانوي ضم علي لطفي حارس مرمى زد لمعسكة المنتخب في الامارات بعد تقلقه منذ بداية الموسم الحالي وحفاظه على شباك ونظيفة في اول جولتين بالدوري الممتاز بجانب تراجع مستوى محمد صبح حارس الزمالك اللي كمان بقى موجود على الدكة في المباراة الاخيرة وهيبقى على الدكة غالبا في المباراة القادمة بالمناسبة علي لطفي سبحان الله علي لطفي من اول مبارتين بعد خلوجه من النادي الاهلي شكله قريب من منتخب مصر مع محمد الشناوي طبيعي ما كانش هيبقى علي لطفي موجود في المنتخب مع محمد الشناوي عشان محمد الشناوي هالحارس الاول لمنتخب مصر يدوبك خرج فشكله هيبقى قريب من منتخب مصر ده يخليك تاخد بالك زي النادي الاهلي حتى في مركز حراسة المرمى كان معاه اتنين حراس مرمى كبار جدا ومعهم تالت كمان مصطفى شبير فانت عائلوت في موفق جدا ماشي بشكل كويس جدا مع نادي زد ودايما بقول الزنفولي كمان عامل اداء رائع جدا منذ بداية الموسم اعتقد الزنفولي ممكن يبقى ليه دور بشكله وباقر سواء في المعسكر ده والمعسكرات القادمة عشان بيقدم مستويات رائعة جدا الحارس بيتقال عليهم underrated اللي هو محدش حاسس بيه بس هو جامد جدا جدا من وجهة نظري طبعا رجل نظر الشخصية اكيد روي فيتوريا وجهازه المعاون فاهمين كويس تفاصيل معينة يشوفوها في كل اللعبين اللي بيختاروها النهاردة روي فيتوريا المدير الفني المنتخم مصر كان له تصريحات مهمة جدا جدا تعالوا اقول لكم تصريحات وفيها كلام فيه ما بين السطور حقيقة لو هتكلم معاكم فيها بعد ما نقرأ تصريحات يلا بينا روي فيتوريا المدير الفني لمنتخم مصر قال عندما عرض حازم امام علي او عرض حازم امام علي مشروع منتخم مصر قلت فلنفعلها ونتبنى هذا المشروع وتلك المهمة كان شرف كبير ان احظى بتعاقد لمدة اربع سنوات وبالفعل هناك رؤية تخص كأس العالم الفين ستة وعشرين اقوم بعملي في المباريات واقدم وجوه هنشابة بالاضافة لاصحاب الخبرة وايضا اعرضت بعض الافكار على الاتحاد الظروف المساعدة على العمل كانت مفيدة لنا في مصر وشخصيا تفاجأت بالروح الاجابية خلال فترة زمنية قصيرة وارى ان المكسب الاكبر هو تحقيق نموذج اللعب مع المنتخب واستعاب اللعبين لأفكارنا في وقت قصير قال كمان نجاح المدربين البرتغاليين هنا يمنح الناس ثقة عند التعاقد مع مدرب برتغالي اخر وذكر منو يحظى بشعبية كبيرة هنا نحن البرتغاليون لدينا قدرة هائلة في التأقلم بالاضافة ان هناك الامور ان هناك امور كثيرة متشابهة بيننا وبين المصريين وهذا ما يساعدني حتى في الملعب قال كمان لا احد يفوز بالالقاب وهو يفكر فقط في الهجوم لكن الهجوم الجيد يفوز بالمباريات والاهتمام بالدفاع ايضا يمنح الالقاب الدفاع فن ايضا ونحافظ على هذا التوازن دايما رؤيتي لللعب هجومية نعم لكنها تظل متوازنة قالت ضغط على الجهاز الفني او اللاعبين نتعامل معه دايما الفوز بكاس الامم ليس سهلا على اي منتخب وهناك منتخبات قوية للغاية لكن جوهر فكرتنا هو السعي للقاب وهو ما اريد تحقيقه منذ يوم الاول اعلم ان مصر لديها السبع القاب واريد ان تكون رسالة النهاية واضحة سنقاتل من البداية حتى النهاية في امم افريقيا ولكن هناك عوامل اخرى مؤثرة مثل القرعة وفي اي مدينة سنلعب وقويمة اللاعبين والغائبين كلام محتر وقتها هنبقى نشوف اللي يحصلين قال كمان اراقب مجموعة من اللاعبين هنا في مصر يمكنهم دعمنا خصوصا من المنتخبات الاقل في الفئة العمرية المنتخب اللي يمبو والمنتخب الشباب هناك مواهب واعدة واعلم ما اقوله بسبب تعاملي من قبل مع مواهب باتت من نجوم حالين مثل جواو فليكس ورومين دياش وإيدرسون وريناتو سانشيز شوف اللاعب الاسماء العظيم اللي ضرر لها الراجل ده قال كمان محمد صلاح من نوعية اللاعبين الذين يمثلون اهمية قصوة لمنتخباتهم مثل ميسي ورونالدو ونيمار وهؤلاء يمنحون منتخباتهم كوة كبرى ونحن فخرون بامتلاك لاعب مثله وجوده يرفع مستوى تطلع الجميع سواء لعبين او مدربين الكل يريد ان يصبح فيه مستوى اعلى لواكب قال بحب صلاح للغاية داخل وخارج الملعب هو يمثل كل ما يجب ان يتوافر في الملعب ويتحلى بخفة الظل خارج الملعب بالاضافة الى تركيز هائل على المستوى المهني خرج من مصر منذ ما يقرب من 12 عاما وليس من السهل ان يوجد لاعب مثله حتى في البلدان الاخرى حتى يظهر صلاح جديد في مصر يجب اضافة بعض العناصر لتركيبة اللاعب هنا مثل ارتفاع مستوى التعليم والتدريبات وجودته لدينا هنا عندها قوية ولها سيطا هائلة مثل الزمالك والاهلي وبرامتز وفيوتشر نحن هنا في مفترك الطرق بين رغبة اللاعبين في الاحتراف ومنح الفرصة لللاعبين الشباب اذا كنا نريد لللاعبين للتحاق بعنديها كبرى في اوروبا لن يحدث ذلك في سن الخامسة وعشر لكن سن اصغر واذا اردنا تواجد صلاح جديد يجب منح الفرصة للشباب في الاحتراف في سن اصغر من السابعة عشر مهمة دي ايا القناعات انني قدمت الى مصر قدمت الى مصر لخود هذا التحدي قد اربح او اخسر ولكن رغبتي كانت خود التحدي والفعل وصلت لي عروض من جهات مختلفة لكني سعيد هنا وبالتالي لن اكون الراغب في الرحيل بحب وجودي في مصر كثيرا ويمكننا ان نكون في وضع افضل عندما اشعر انني لست في افضل حال ساطلب الرحيل دي كمان نقطة ميون هاخد منديل اول بس هاخد منديل اول الراجل علاقته بالتحدي الكرة المصري هي علاقة مش سيئة ومش عظيمة هي في حتة كده ضبابية شوية هتقول لي ليه بتقول كده هقولك انه الراجل ده كتير بيطلب طلبات من الاتحاد الكرة قليل منها بيتنفذ كثير منها لي طب انا اقولك من الكواليس هي ممكن تبقى حاجات بص صغيرة جدا جدا يا مثلا هقولك مش صغيرة جدا بس التراكم بتاعي دايق يا مثلا انا عايز اعدل لائحة مكافئة اللعبين استنى شوية والله انا عايز اغير الفندق بتاعي استنى شوية والله انا عايز انتظام في الدوري مش عارفين والله انا عايز مؤسكرات مش مش هينف مثلا حاجات يعني ايه ورا بعضها ممكن تدايق بس هو مرتاح وعلى الاقل هو معنا لحد كاسل لهم من الافريقية بسبب طلب من اتحاد الكرة احنا معنا مدرب فعلا كبير جدا جدا فمحتاجين نوفر له سبل الراحة علشان ناخد منه اقصى ما عنده ونبكي عليه هتقول لي يعني ايه نبكي عليه هقولك روية فيتوريا مدرب مطلوب دائما على مستوى الاندية تحديدا وحتى على المنتخبات على مستوى المنتخبات بعد تدريبه المنتخب مصر كاول تجربة للمنتخبات ولانه يققى مطلوب في المنتخبات كمان فنبكي عليه هتقول لي ما وفيه عقد دارب عسين هقولك العقد مش الحكاية والدليل النهاردة في تصريحاته بيقول لو ما بقتش ممسوط همشي فمش العقد اللي هيوقف اي حد فيش روية جزائية وفي تفاصيل كثيرة بينفع يعدي بيها اي حد عايز يتحرك نخلي العلاقة زكية انا بص انا تاني هو انا بقتلكش ان في مشكلة بين بيتوريا واتحاد الكورة انا بقول العلاقة مش مش رومانسية مش علاقة عظيمة مش علاقة جميلة مش علاقة مليانة احلام وحاجات لطيفة بس هي يعني محتاجة تتزبط عشان الراجل ده مهم مهم المشروع الكورة المصرية مش بس المنتخب مصر قال كمان جزئية مهمة جدا انا عايز وقف عندها فكرة ازاي نقرر محمد صلاح انه لازم طلع اللعيبة في سنه صغير وده احنا طبعا بنصرخ فيه من نادي بيه بأن 30 سنة عادي وبنقول نطلع لعيبة صغيرة فيش لعيبة هيطلع يحترف وعنده 25-26 في نادي كبير بكبيره هيطلع في نادي خليجي او نادي في دوري اوروبي مش كبير لكن هو صغير هيتحرك هيروح في كذا نادي لحد ما يوصل للنادي الكبير في اوروبا او في دوري كبير في اوروبا ده نقطة مهمة جدا قال تحديدا 17 سنة انا رأي برضو ان الرقم ده كويس ان حتى 20 سنة هيطلعا يودي نادي كبير بس 17 سنة دي اللي هو هيروح بقى يتعلم من اولها وقال كمان انه لازم نهتم بالتعليم التعليم العادي بالنسبة لللاعبين عشان يبقوا المنتالي او العقلية تؤهلوا انه يقدر يسافر في اوروبا ويلعب في قندية كبيرة نقطة مهمة جدا انا قفت عن دول تحديدا يعني مش اتفاق مع سنائي المغربي وليد الكارتي المغربي وليد الكارتي وايضا اسامة جلال العباي الفريق عشان يمددوا تعاقدهم مع الاتنين عقد السنائي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي نادي في يناير الجاري مسؤوله نادي بيرامدز نجحوا في التوصل لاتفاق مع الكارتي وجلال لتمديد العقل حتى الفين خمسة وعشرين بالمناسبة اقول لكم مبارح انه نادي الاهلي بيفكر في اسامة جلال ونادي الزمالك بيفكر في وليد الكارتي فبيرامدز عايز يخلص الحكاية بدري بدري انضم ادارة جيدة زكاية يعني بيرامدز على مستوى التعاقدات وعلى مستوى حسم العقود المعلق بصراحة ايش هذا يستحقوها نهاردة في مشادة كده نشبت بين الكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري كسطورة كابتن ابراهيم حسن افضل زهير ايمن يمكن امن نوجد نظر الى افضل زهير ايمن في تاريخ كرة القدم المصرية حصلت مشكلة بينه وبين الكابتن ايهاب الكومي قضو اتحاد الكرة بسبب تأخر اتحاد الكرة المصري في البت فيه شكوى التوأم براهيم حسن وحسام حسن ضد النادي المصري الحصول على مستحقاتهم المتأخرة براهيم حسن تواجد النهاردة في مقر اتحاد الكرة ومعاه جهاز المصري السابق التقو بالكومي وحصلت المشده القواية دي بين الطرفين بسبب التأخر في البت فيه الشكوى طبعا تصرف في كل الاحوال المرفوض يعني مرفوض من الكابتن الابريم حسن مع كامل احترام لهذا القيمة الكبيرة في تاريخ كرة القدم المصرية ده او دي نوت النهاردة اتحاد الدولة الكرة القدم من فيفا اعلن رسميا حصول ملف المغرب واسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم الفين وثلاثين وقف هنا وركز معي مغرب نجاح باهر على مستوى منتخب كرة القدم في كأس العالم الفين اتنين وعشرين الوصول الى المربع زابا والحصول على المركز الرابع في هذه البطولة بعد انجاز استثنائي في تاريخ العرب وتاريخ الكارة الافريقية بالكامل اداء رائع جدا للمغرب مغرب على مدار كل السنوات الماضية كل السنوات الماضية بقالها كتير قوي المغرب من التسعينات تطلب تنظيم كأس العالم ودايما الفرصة ما كيتشيب تجيالهم الان الفرصة جات لهم في ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال عن كل استحقاق وقدارة وجدارة نهنئ المغرب نفرح للمغرب نسعد دائما للمغرب دولة حقيقة جمهور كرة عظيم جدا عاشق الكرة يعشقنا وانعشقه والواحد النهاردة فرح للمغرب وكأنه فرح لبلده مغرب تستحق هذا الانجاز العظيم تنظم كأس العالم كثاني دولة عربية بعد قطر تنظم كأس العالم وساني دولة أفريقية تنظم كأس العالم بعد جنوب أفريقيا 2010 بالمناسبة البطولة دي استثنائية ليه استثنائية عشان 2030 هيكون 100 سنة 100 سنة على التنظيم أو البدء في تنظيم بطولة كأس العالم أو البطولة كانت 1930 2030 هيكون فيه 100 سنة عشان كده الفيفا عمل ايه؟ قالك فيه تلات دول هتنظم كأس العالم اللي هم مين عشان بس تفهموا النهاردة كان فيه أسماء دول كتير كده فالناس تلعبطت التلاتة اللي هينظموا كأس العالم المغرب والبرتغال وأسبانيا بالمناسبة ماركة النهاردة ماركة الأسبانية قالت أن استاد سندريجو برنابيو سندريجو برنابيو ده استاد ريال مدريد هو اللي هستضيف المباراة النهائية في هذه البطولة بطولة 2030 كأس العالم 2030 البرنابيو ملعب ريال مدريد هو اللي هستضيف نهاية هذه البطولة نرجعتين هنقولنا أسبانيا والبرتغال والمغرب هينظموا البطولة بس بما انها بطولة بعد مئة سنة بمئة سنة كاس عالم فالفيفا عمل حاجة استثنائية كده قالك أرجوي والأرجنتين وبراجوي هيلعبوا مبارياتهم اللي افتتاحية مبارياتهم اللي افتتاحية في بلادهم في كاس العالم يعني تاني أرجوي براجوي والأرجنتين هيلعبوا المباراة اللي افتتاحية بس بس ليهم على ما لعبهم بعد كده يروحوا على البرتغال واسبانيا والمغرب حسب بقى ما الجدول اللي يحطوهم فين بس هم تلات مباراة بس هيتلعبوا خارج البرتغال واسبانيا والمغرب تلات مباراة واحدة هتتلعب في الأرجنتين واحدة هتلعب في براجوي واحدة هتلعب في أرجوي بس تلات مباراة بس والتلات مباراة للتلات منتخبات اللي هستضيفه هذي المباراة ألف مليون مبروك للمغرب نفرح لكم وزي ما انتم بتفرحوننا دايما ربنا يا رب يحمي شعبكم بعد طبعا الأزمة الأخيرة النهاردة في دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية التيتكو مدريد عمل كامباك على فاينورد وفاز عليه 3-2 ورويل انتروب فاز أو خسر 2-3 من شغطار دونستيك وسيلتك ولاتسيو وليه سيلتك ولاتسيو يا جماعة خلص كامل ماشي لاتسيو كسب 2-1 النهاردة وزفيدة تعادل 2-2 مع يونج بويز ومانشستر سيتي فاز 3-1 على لايبزيك وبورتو فاز على برشلونا 1-0 1-0 قدام برشلونا ودورتمنتع عدل سلبيا مع ميلا ونيوكاسل تعتبر مفاجأة نسبيا مفاجأة نسبيا يعني نيوكاسل الإنجليزي نيوكاسل يونيتد فاز 4-1 على بريس سان جرمان برشلونا كسب كاما جماعة تطولي ان برشلونا كسب مين بقى كسب بورتو 1-0 النهاردة أنا قلت برضو برشلونا بخش الهواء جماعة كانتش لمطش لسه خلصان فما كتش عارفين النتيجة ماشي برشلونا كسب بورتو 1-0 هلسا بكملين مع حضراتكم هنتكلم على مباراة الاهلي وامبي بعد الفاصل جيمي محمد جمال وحللنا في رقم عشرة هتكلم عن هذه المواجهة خليكم معنا اعلم بحضراتكم مرة اخرى حسابي وانا جاي بس اعلم كنت كلمت معاك قبل ما نخش على هوا بس يعني انا عمل حسابي قبل ما اتكلم على الاهلي وابل ما اتكلم على ايمبي وابل ما اتكلم على المباراة نفسها بشكل عام هزا كلمة كان محمد عبد المنعم مشانه هاده انا بفراقي على المباراة محمد عبد المنعم تقيه الاوش اداء مميز جدا والشغل عالي جدا لما تلاقي نتيجة مباراة كريم 3-0 وتلاقي انه فريق عنده الاستحواز بالشكل اللي كان نادي الاهلي عامله النهاردة وتلاقي انه السيطرة الهجومية بشكل كبير جدا جدا للنادي الاهلي وتلاقي انه كل شيء فيما يتعلق بالجزء الهجومي كان ماشي بشكل ممتاز للنادي الاهلي والنتيجة تطلع 3-0 بالشكل اللي شفنا النهاردة وانه كان فيه كمان النتيجة ممكن تزيد عن 3-0 بالشكل الآن همين نادي الأهل المباراة ويكون رجل المباراة والأعلى تقييما على كل المواقع الإحصائية هو محمد عبد المنعم لازم توقف لازم تتوقف وتشوف أنه يكون عندك مدافع أنيق بالشكل ده مدافع مش بس بيعمل واجباته الدفاعية على أكمل وجه نحضر لقطات محمد عبد المنعم والناس تشوف دايما أي مدافع بيتم تقييمه على مجموعة من العوامل رقم واحد الرجل في الالتحامات قادر أن ياخد الالتحاماته سواء الهوائية أو الأرضية ولا لأ رقم اتنين التقطية والطرحيل الرجل قادر يساعد زميله ويغطي سواء ورد ظهير اللي جنبه قلب الدفاع لو نهار دا كان ياسر إبراهيم أو ورد علي معلول أو حتى في بعض الأحيان كان بيغطي ورد محمد هاني لما بيعمل عملية الأمرجزة ويعمل السؤال معه ياسر إبراهيم كان قادر يعمل دا ولا لأ عملية الخروجه بالكورة واللي بيعتمد عليه مرسي الكولر بشكل كبير في بعض الأحيانة على الخروج بالكورة وضرب الخطوط سواء الخط الأول أو الثاني للفريق المنافس خط الرجوم أو خط الوسط وتلاقي أن العيب بيعمل كل العوامل دي بإيجادة تبقى اللي أرقامه مش بس في المباراة تبقى اللي اللقطات اللي هنجيبها دلوقتي ترسم توقف تقول إنه لما كنا بنقول إن محمد عبد المنعم هو أفضل مدافع بلعب داخل القارة ما كناش بنبالغ أبدا لما كنا بنقول إن محمد عبد المنعم هو أهم مدافع في تشكيلة منتخبنا الوطني في التوقيت الحالي ما كناش بنبالغ لما كنا بنقول إنه نقطة الارتكاز الأولى عند مرسي الكولر ما كناش بنبالغ لأنه مش بس بيساهم في أجاباته الدفاعية لأ نرجع بقى واحدة واحدة بصها إيه رجع تاني من أول من أول لقطة بصها كريم هنا أنت بتتكلم على رفيق قاب واحد من أسرى اللي هابين في الدولة المصري عدى في وسط الملعب من مروان ومروان كان عنده إنزار بالمناسبة في كرة دي كانت شقدر يعمل خش يلتحم معاه التخطية والطرحيل الراجل قاطع عليه توقيت الكرة وهنا بنتكلم على التحم ثنائي أرضي الراجل قدر ياخد الكرة يحطها بره من غير من غير ما يعمل فاول ودي نقطة مهمة جدا إنه قادر يكنترول مش بس على إنه بيقطع الكرة قادر كمان إنه يمنع نفسه إنه يعمل فاول على رفيق قبل وكان مندفع وكانت تعمل خطورة جبيرة على النادي الأهلي دي واحدة التانية ارجع هنا علشان وضعية الجسد بالنسبة للمدافع مهمة جدا أنت لما تيجي تبص هنا الكرة دي محطوطة على الخط علشان نفس اللعبة اللي بيلعب انبي عليها طول المباراة ماشي 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 نفس الكور نفس القص الراجل هنا مش بس قطع طريق كرة لا بياخد الكرة بالرجل العكسية الرجل اليسرع عشان تبقى جوه الملعب لأنه لو خده برجل المين هو مندفع كده مليون في المئة تطلع بره لا الراجل هو بيقطع وبيعمل التمريرة في نفس التوقيت وهو ضمن انها مش هتطلع بره لأنه واخدها بداخل القدم اليسرع اللي هي جوه الملعب لو حطها باليمين لازم تطلع بره ما عندهوش حل تاني لكنهو اخدها بالرجل التانية بالرجل العكسية علشان وضعية الجسد وهي اللي خدمته في كل القصة هو راح في التوقيت المناسب قطع الكرة ووضعية الجسد المناسبة علشان الكرة تطلع بالشكل ده اللي بعد بصة كريم وقف هنا وقف هنا ده ثقة اللاعبين ثقة مارس الكولر في بناء الهجمة في قدرة اللاعب على التمرير السليم على الرؤية قادر يعمل اسكانه ويشوف زميله رغم انه مدافع نادرا 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 ايام براهم سعيد منلاقي مدافع عنده القدرات دي كان عندنا مدافع عظيم اسمه اقل جمع لكن ده مش بروفايله ده مش ستايل عشان كريم وطراك هو مدافع أنيق جدا مش بس انهو بيعمل كل الحاجات اللي بيعملها المدافع الترحيل والتغطية والالتحامات وكل ده لكن بس كمل كمل بص طولي كمل كمل بص هنا الرؤية الرؤية فتح له حسين هو بيعمل باص عميق في المسافة الطبيعي جدا انه يعمل السهلة ويعمل الكرة السهلة التقليدية حطها العالم على الول تحت لكن هنا هو عمل الباص الصعب عمل الباص درب بيه خطين لفرقة امبي ودى حسين الشحات واحد على واحد الكرة كان فيها التحاموا فيها شك ان الكرة الجزائية لكن مش ده موضوعنا لكن قدر يوصل حسين لو انطقة خطورة واحد على واحد بباص واحد دي واحدة تضاف كمان لمحمد عبد المانيق إيه اللي بعد بص هنا أنا عايز أقف عند اللقطة دي شوية كمل 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 ماشي ماشي أول بس وقف هنا بس يلا كنا بنلوم على محمد عبد المانيق مكارين أوقات كتير جدا جدا بسبب العصبية وبنقوله انت لعب كبير وبقيت في وقت صغير جدا أهم مدافع في مصر لازم التمبو يهدى فيما يتعلق بالرياكشنات والانفعالات والتصرفات اللي كانت أوقات كتير بتخسروا كتير سواء عن طريق بطاقات أو عن طريق تهور في بعض الألعاب بص هنا اللي منفعل في القرة دي كمل بقى كمل أنا أقفها بعد شوية كمل بص اللي منفعل في القرة دي هنا حسين الشحات بص أول ما لقى حسين ابتالى يتعصب هو اللي بيهدى حسين دايما كانت المشكلة عند منعم هو اللي بيعمل عكس منعم دايما متوتر دايما متعصب هو التمبو عنده عالي شوية فطبيعي دايما كان هو اللي بيعمل الأزمة مش هو اللي بيحل الأزمة هنا بتتكلم على شخصية كل اللي احنا قلنا ده فني لكن بتتكلم على العيب فني من غير عقلية من غير شخصية من غير ما يكون هو قادر يكون قائد في الملعب رغم سنه الصغير محمد عبد ميناء 24 سنة سنه صغير مقارنة بالحواليه مش سنه صغير كالعيب سنه صغير مقارنة بالحواليه هو اللي بيهدي حسين في توقيت زادخات انزار شاف ان حسين ممكن لو تفضل متعصر ياخد انزار تاني يخصر الفرقة كتير والمباراة لسه في اول عدد دي كانت لقطت ضربة الجزاء فكان طبيعي جدا لازم عبد ميناء يهدي حسين في اللقطة دي تحسب لمحمد عبد ميناء والنسبة لي هو تطور على صعيد الشخصية وعلى الصعيد النفس اللي بعد اللي بعد وقفل بصة كريم اللقطة تبدو سهلة بس هاتها من اول الكروس اللقطة تبدو سهلة وبسيطة لأي مدافع لكن انا قضيتي هنا بشي انه طلع الكور قضيتي هنا بصة كريم الرجل رايح قاطع على العرضة القريبة ياسر واخد لعيب هاني واخد لعيب الاتنين اللي موجودين في مطقة التمركز هو قاطع على العرضة القريبة كل ده تقليدي وطبيعي جدا اللي مش تقليدي وهدوء وثقة ان هي القاطع بباصة طب هي القاطع جاية بباصة اعتباطا للرجل عامل اسكان وشايف مين اللعيبة اللي قريبة ليه ومين اللعيبة هو يحط القرى هنا ممكن ترجع للايب من انبي لو هو مش عامل اسكان هاي المسالة الرؤية الهدوء الاسكان عامله كما يجب بمنتهى لدوء طب دي اول مرة لا هيعملها مرة واثنين وثلاث ماشي اللي بعد اللي بعد بصي بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة ثقة كبيرة جدا رغم ان القطاط دي بعض الناس تقول لك خطرة ايلا دي الثقة الزائدة احيانا لكن طبيعي مطلوب ما هو انت لو هتعمل السهل دايما هيبع عندك ازمة ازمة في الخروج بالكورة ازمة في الضغط لازم امركز جدا هناك هموكد تبقى مشكلة هناك هتموكد تبقى مشكلة لكن في النهاية ما انا قلتلك فيش اي مدافع في الدنيا في الدنيا ما عندوش اخطاء وعب منهم هيغلق انا بس عندي النقطة في القصة دي عايز اتكلم معاك فيها جيمي بس دايما بقولها يعني محمد عبد المنعم يولاهم دايما يقولك عنده حتة زيادة طبع ما هو الحتة زيادة دي احنا مش واخدين عليها اللي ايه السكة في النفس طبع انه بيطلع بالكورة بشكل سليم انه باشقاليان ومتوتر احنا واخدين على المدافع اللي عطول شتت اللي عطول بس في اي حتة اللي اخلص من الكورة فاكده انت الجمل دي شهيرة اوي طبع اخلص من الكورة طلعه عبره مش هير طبعا يعمل يا كريم بمناسبة انت بتقول بس اللي جبب كيسر رهي يا حطه الى شناوي يا حطه الى ياسر لكن فيه ثلاثة من انبتر هايضغطو على اتنين برافا عليك انت عملت مشكلة اه لقطة فيها رزق لكن الرزق مطلوب احيانا انا بس كنت اكملك دي في ايه بقى انه اللعب اللي عنده ثقة في نفسه دي ثقة حميدة يعني ثقة جايدة بتفيد الفريق وارد انه يغلط مليون في المية الغلط بيبقى اكتر عند مين عند المدافع اللي ما عنده الشخصية وما عنده ثقة في نفسه يعني هو لو بس الكورة دي لياسر ابراهيم وتادوا اللغط على ياسر ابراهيم واخدوا الكورة منه كان هيتقالي ساعتها فهو انت ليه بسيطة لياسر ابراهيم في الوضع الصعب دوت كنت هرجع التالي شنقوح تتبرق او حاولت الدور على حلتك فيبدو ان الترقيسة ديت هي المخاطرة بس هو بالعكس دوا كده كان بيأمن الكورة مليون في المية كمل لبعده كمل ماشي 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 الباص على بس كمل يعني هو طلع التلاتة من اللي الميزة كمان بقى كريم يعني الميزة كمان انه بعد ما بيطلع دي هو خلاص بقى لسه حالة التركيز شغال عشان يطلع باص سليم كمل كمل بص هنا بص هنا وريك حاجة يهمني اهم من اللي بصها كريم منتقى الهدوء منتقى الهدوء لعيب انه ياخد الكرة بالشكل ده وبص بعدها على طول بص سليم خلي بالك من اللي استلم منه هنا عشان يجيلها بعد شوية لإمام عشور يلا هتلى اللقطة اللي بعدها على طول اعتقد يا اخر اللقطة لعب منام كمل كمل بصها كريم كمل 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 بس هو قف هنا احنا هنا فين يا كريم بالنسبة لدفاع الاهلي احنا هنا فين في الجزء يمين ولا شمال اليمين ده ده جزء يمين محمد عبد منعين بيلعب قلب دفاع ايسر طول الوقت يبش طغل قلب دفاع بيطلع يغطي وراء علي معلول هنا هو عمل عملية الترحيل لان ياسر اتضرب بالكرة الطويلة فكان لازم هو اللي ينزل يأمن هنا بنتكلم على كافرينج بنتكلم على معيب جي من اقصر نحية الشمال مرحل تحت الكرة عنده رؤية انه الكرة هيتضرب بها ياسر قدر انه يغطي ويأمن الكرة تماما يمنع كرة كتخطرة بمنتهى البساطة والسهولة والسلاسة اللي بيعملها دائما محمد عبد منعين اللي بعده لا خلاص هاتلي بقى هاتلي بقى ده امام هاتلي بقى اخر حاجة في عبد منعين هكريم من مدة عشر سويني الارقام هاتوا بقى الارقام الارقام بتاعك محمد عبد منعين في رقم عايزة اقفة عنده كتير كم يلا على بال ما الارقام تجهز لما اجي اتكلم دائما على مدافع قلنا فيه واجبات اساسية التحامات تغطية الرقابة القدرة على تغطية المساحة القدرة على مساعدة زميلة لكن فيه رقم مهم جدا لما اجي اتكلم على عملية بناء الهجمة في تاكتك مارسل كولر هافة عنده كتير رقم واحد لازم يكون عندك دقة تمريرات والاخطر والاصعبة التمريرات الطولية الرجل عمل تلات تدخلات شتت الكرة تلات مرات تشتات وصلت لعبة النادي الاهلي لمس الكرة واحد وتسعين مرة بيقولك سقط زميله فيه سقط خط الدفاع بالكاميرا او خط الوسط فيه اعترض الكرة مرتين بعد لمس الكرة واحد وتسعين مرة مررها واحد وتمانين مرة روح على اللي بعده دقة التمرير سبعة وسبعين من الواحد وتمانين بنتكلم على نسبة تتجاوز الـ 95% الكرات الطولية وهو ده الرقم اللي انا عايز اقف عنده كتير تمن كرات طولية تمن مرات صحيحة يعني لعيب مدافع عمل كرات طولية سواء أرضية او عالية كلهم صح معادة واحدة هي حصل فيها لغبطة فهي ممكن تتحسب كده ممكن تتحسب كده على ممكن على اسوأ الفروض تبقى سبعة على تمانية بتكلم على لعيب دقة التمريرات الطولية هو في خط الدفاع تقترب من المية في المية فبتكلم على لاعب مش بس بيعمل واجبات المدافعة حمال عبد الناب تحية كبيرة جدا انا كريم على تطور شخصيته على مستوى اللي محفظ عليه ودمانه وعاني منه في الكرة المصرية في العيب بيبقى بيعمل موسم واحد ممتاز وبعد كده الأمور بتبتري تقل هنا القصة ما بتبقاش فنية ما هو نفس العيب اللي قد قبل كده لكنه شخصية وثبات مستوى يحصد عليه محمد عبد المنع ويحصد عليه النادي الأهل انه عنده عيب زي محمد عبد المنع في البداية بما انك ذكرت في الحلقة القابلة الأخيرة امام عشور وهو بيستلم الكرة من محمد عبد المنع إمام عشور نزل جزء الليل من المباراة عمل شغل عظيم جدا كجناح كوسط ملعب اتحرك عمل نشاط وسجل هدف كمان هدف رائع جدا الهدف التالت ليه النادي الأهل تقيمك لإمام عشور النهار إمام عشور بمنتهى البساطة احنا كل مرة قبل ما أقول لها يا حاجة بقول لك هو اللعب الشامل إمام عشور مش بس رأي الفني إمام عشور هو اللاعب الأبرز والأفضل في مصر في مركز ثماني ده رقم واحد حطه على جنب طبعا رقم اتنين هو اللعب الأكثر شمولية هو اللعب الشامل في المركز ده طيب تعال أقول لك إنه رجل ده الرجل ده تعال أوريك هو كان فين في الملعب الرجل ده كان بيعمل إيه في الملعب الرجل هل الرجل ده وجبته دفاعية هجومية موجود على الخط موجود في العمق تعال أقول لك دي أنا جايب لك اللق طريق عشان الرجل منزله يلعب فين الرجل منزله يلعب جناح أيصر لأنه سحب حسين وتاو قادي الأولى طيب اللي بعديها لقطة اللي بعديها لطول الرجل ده موجود فين موجود في الجناح هنا تاني الرجل موجود فين موجود في الجناح خلاص عرفنا إمام نازل يلعب في المباراة نازل يلعب جناح أيصر نازل يشتغل في المنطقة دي طيب تعال كمل دي كرة مرتدة على النادي الأهلي هيشيلها محمد عبد منها جبناها في اللقطة اللي فاتت أول ما يجي يخرج هيخرج فين بص إمام موجود فين في البكرايت في مركز البكرايت هو نازل يلعب جناح أيصر يعني في أقصى الملعب قطر الملعب النحط تاني خالص طيب هتل اللي بعديه هتل اللي بعديه على طول بص ارجع دي بعد ما نازل إمام بدقيه أو نص بالزبط هو اللي راجع عامل التغطية العكسية وعمل سبرينت وبيخرج بالكرة بشكل صحيح في كرة مرتدة على النادي الأهلي بيخرج بالكرة بالشكل ده وهو نازل يلعب جناح أيصر يعني هو مكانه يبقى عند مطيق الجزاء أمبي لا هو اللي رجع بعد الكرة العرضية اللي اتقطعت من فرقة النادي الأهلي هو اللي نازل يعمل التغطية طيب لقناه في البكرايت لقناه في هو نازل يلعب جناح أيصر نازل يعمل التغطية وراء علي معلول في البكليفت طب تعالا بقى نشوف الكرة اللي بعديها يلا بس الرجل هنا بدق فين بدق من الجناح لكن كعادة كل أجناح للنادي الأهلي بيعمل إيه سند على مرون خدت تانية عمل بنتريشان من العمق ما راحش لأنه لقى مودست تفتح له ناحية الشمال هو عمل بنتريشان من العمق عشان يعمل باص صحيح لقفش طب وقف لا كمل كمل مكمل ما كام مين مكمل ما كام مودست هو ساب الجناح وساب البكليفت وساب البكرايت وساب العمق ودخل مكمل في مركز الفروض عشان ياخدوا الكرة التانية كرة يتحسبت ضربة حرة لنادي الأهلي بالمناسبة مكمل في مركز المهاجم انا عدت لك كام مركز دلوقتي أربع ملكز الرجل تحرك وتواجد فيه طب تعالى نشوف الجن بقى عشان الجن في شغل كتير قوي كامل يلا روح اللي بعدين بصها كريم وقفن وقفن طيب ارجع 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 وكروس بتعمل بص كرة دي هبان من زوية العكسية أكتر بص بص يا كريم المساحة عشان السكن بول فيه كامل عيب من امبي اتنين اربعة ستة سبعة سبعة لعبين من امبي واثنين قريبين من امبي يعني تقريبا فرقة امبي كلها قريبة للكور قريبة لمنطقة الكورة التلت الاول من ملعب المنطقة اللي موجودة من على خط التمنتاشر حوالي عشرين متر مفهومش ولا لعيب من اي فرقة الوعي هو لعيب الكورة بتتعامل كروس كهربا داخل مشترك طبيعي لازم يكون ماشي بقى طبيعي يكون لازم يكون فيه لعيب بيكمل في المنطقة دي بص bli وقف هنا بس بس ارجع 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 تاني ارجع وبيعمل السبرينت ارجع بصbalanced بس انا عايزي قبل معي بس بس ارجع بس كده الراجل بتلا يعمل السبرينت قبل ما يعرف هي تطلع فين ابتلا يعمل� ابتلا يعمل السبرينت لانه عارف ان كهربا مشترك مع الراجل مش يطلعها بأريحية. فالرجل لما طلعها هو هاجم المساحة. هو هنا اشتغل على المساحة. ما اشتغلش على هو ما يعرفش الكرة فيه. الكرة دي ممكن تطلع على الجنب ده. ممكن تطلع الراجل يطلعها. ممكن تخش جون. ممكن الراجل على على طول ممكن تخش جون. ممكن الراجل يطلعها على الجنب اليمين. صح. في المواجهة. لكن هو راح هاجم المساحة. المنطقة الكبيرة اللي قدام التمنتاشر الفضية لازم يتواجد لعب. عشان يعمل ايه? عشان اللعيب خط الوسطى من ضمن مهامه انه ياخده الكرة تانية. فالرجل عنده من الوعي كمل بقى. كمل. كمل لحد ما ياخده. بص. وقف هنا. وقف هنا. اي لعيب اي لعيب هيعمل ايه كريم في التوقيت ده. يعني اللعيب استلم الكرة. سندها على فاخده. داخل الجواد طمان. هيشوتها على طول بمنتهى البساطة لانه مشجلة الكرة تانية من المنطقة دي. تخبأ بقى في حد ما تخباتش في حد ده ناشوته خلاص. خلاص. منتهى الهدوء. منتهى الهدوء كمل بقى. كمل. كمل. هدوء. هدوء. وبعدين حجز من كهربا ممتاز للمدافع. مرع عنه انه يدخل. تزديد دقيق. يقولك انا عملت كام مهارة. مهارة توقع. تواجد في المكان المناسب. مهاجمة المساحة. ثم تزديد سليم بعد هدوء. فبتتكلم على اربع خمس مهارات تتعاملوا في كورة. واحدة من لعيب واحد. تواجد في مكان. مش هو اللي نازل يلعب فيه من الاساس. هاي. امام عشور كريم. اه مش بس هو الصفقة الابرز نادي الاهلي. مش بس عشان صنه صغير. مش بس عشان هو عمل اضافة نوعية وتنوع وحلول كتير لمرسل كولر. لا امام عشور مفيد كمان لمنتخبنا الوطن بشكل كبير. واعتقد ان التجمع اللي جاي مليون في المية وكان بقاله فترة بعيد. مليون في المية اه بيتوري هيكون امام عشور موجود معافة كمان. هاي. انا بس بحاول اجري بسرعة عشان الوقت. يلا. عايز عالك على مودست. طبعا بدأت على طول بسرعة الاقلام والناس تكتب. مودست صفقة اناك حاولي لا. صفقة هيستفيد بينها لقالي او لا. هو راجل سجل هدف النهاردة. بس لسه ما طلعش نار من بقه. طيب. حلو التجميل. مطلعش نار من بقه. لا وليسه مش هطلع نار بقه دلوقتي. هي بلغة الكرة بتاريت تندع. طب ليه بتاريت تندع. وليه مش حلوة وليه مش وحشة. لانه طبيعي العيب. اخر مباراة تسعين دقيقة. او بدأة في الستورتنج. بقى له اكتر من تبان تسعة شهور. يبقى لسه. طبيعي. انه الراجل الفترة اللي فاتت. ما كانش بيلعب مباراة الاهل اللي فاتت. سواء مباراة السوبر او مباراةين سان جورج. علشان الراجل غير مقيد. حساسية المباراة. ولياقة المباراة. تختلف تماما عن العامل البدني. يبقى لسه. الراجل معمول له برنامج لسه شغال عليه. بقى له اسبوعين بينفزه. علشان يكون جاهز بنسبة مية في المية من الناحية البدنية. طب هل الراجل ما عمتش اي حاجة. في نقطة كمان اهم. انه دي اجواء مختلفة تماما عن اجواء اوروبا. واحد اتنين. هو اللي بدي لسه بيخش جوه الفرق. هو هتلاقي في بعض النقاط. المباراة المصري كان التفاهم او الانسجام شبه معدول. النهاردة بتتكلم على زي ما ترك بتارت نقدع تلاتين في المية. اربعين في المية. ابتلتة الامور تتحرك نوعا ما. طب نجيب بعض اللقاطات اللي زهر فيها مدست بشكل جيد. وهقول لك كمان هو ليه ما زهرش بشكل احسن من كده. ماشي. غير الجزء اللي احنا كلمانه هو لسه غير جاهز. ادي واحد. ادي كورة رأسية. اولى خدها الراجل. هقول لك من كام كروس في الاساس يعني. ادي واحدة. طيب. اللي بعديها. اللي بعديها. هنا. كمل. الراجل هينزل. هيستلم. هيشتغل مع افشة. اتروح تصيبها على المربع. كان مساهم فيها بشكل او باخر. عمل عملية الحجز بشكل جيد. اتنين. كمل اللي بعد. عملية الضغط والتوقع في كرة الجول. كان ممكن يتم انهاها بشكل افضل من كده. لكن في النهاية هيتسجلت هدف. ده يرفع من روحه بشكل كبير جدا. لانه كان هيبتدي الامور. هو يحس ان الامور صعبة. باخد دقيق رغم انه بالمناسبة. هو لعب يعني عدد دقيق مباراة ونصف. صح. هو لعب تمانين دقيقة وستين دقيقة. يعني باتكلم على مية واربعين دقيقة. اه 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 او مية وخمسين دقيقة. كل اللي لعبه من ساعة ما جاء النادي الاهلي. طيب. اللي بعده. اللي بعده. اللي بعده. كرة رأسية من كروس. يلا. اللي بعده. اه الانهاء مش فاكل جايد. لما اجيبها لما اجيبها اللي اتلاقي التمركز بتاعه ممتاز. ويف وعمل التيك اوف بشكل ممتاز. لكن كان محتاج سنة كمان يركب الكرة بشكل افضل من كده. لانه خدها من تحت شوي. هو لو طلع خمسة ستة سنتي كمان كتجوم بمنتهى البساطة. لان هو طالع عاملها بالتكنيك الطبيعي وطالع وقف. وحاجز المدافع قدامه وعمل عملية التمركز بشكل ممتاز. لكن عملية الانهاء ما كتشيب افضل شكل. يلا اللي بعد. اللي بعد. طيب خلدي اخر حاجة. طيب. 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 طيب لو مايز جدا في ضربات الرأس. نقطة مهمة جدا. عشان الناس برضو. في جزء دايما الناس بتغفلو. احنا جبنا له خد تلات كرات رأسية. طيب الاهل عمل كم كروس اصلا نهارده. كم. من اقل المباريات اللي الاهل عمل فيها كروس. عمل 11 كروس بس. 11 كروس بس. ده رقم قليل جدا. عشان اقول لك الرقم قليل قد ايه. الاهل اللي مستحوز. وبيعمل عدد اثهمات كتير جدا في المباراة. عمل 11. انبي عمل 17 كروس. فعدد الكروسات اللي الاهل اعمالها. اللي هي رس مال الراجل. كان قليل قوي. ده رقم واحد. لما تكلمك على كله. ناجح بمش ناجح. يعني وصلب وما وصلوش. اتنين. اللعيب اكتر. اللعيب ممكن نعمل له عملية التخبيل اكتر اتنين اللعيبة. هم علي معلول وريدا سليم. وريدا مش موجود النهارده لسه بيتجهز. هو خلاص تعافة طبية مية في المية. لكن مش موجود النهارده. علي معلول النهارده كان مطلوب منه واجبات انه يشتغل مع المجموعة ما بيوصلش الاندلاين ويعمل الكروسات. فعدد العرضيات القليلة مؤثر على نقطة القوى اللي عند الراجل. يعني هل الراجل بس مطلوب ان هو يعمل كرات رأسية. لكن انا بكلمك على النقطة القوية. دايما بروع على ده. عشان كده موسم مودست ما كانش ناجح بشكل جيد. مع دور تمويند هو كان بيشتكي من ده. لكن في كل الفرق اللي كان بيلعبها كانوا بيعتمدوا على الكروسات بشكل كبير. يعني لما كان الراجل اه 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 في كل وهو بيتقلق يتواهج موسمين اللي يسجل في معادة اداف كبير جدا. كان كله ان هو الفرق الاولى في الدوري الالماني. ارسالا للعرضيات. رغم ان هو مش من الفرق اللي بتنافس. ففي النهاية مودست محتاج كروسات بشكل اكتر. محتاج هو نفسه ليقت المباريات تجيله. واعتقد ان كولر رايبطري يديله. والوقت الحالي اسمح. لان بعد شوية عملية الضغط هيبقى الاهل اللي محتاج ان كولر يساعده مش الاهل اللي عفوا ان مودست يساعده مش الاهل اللي ساعد مودست. ممتاز جدا. ده فيما يخص مودست. نهاردة الاهل بعد كل هدف كان بيسجله. كان بيحاول يستحوز على الكرة بشكل ذكي جدا. وبعض الناس هولا بتفرجع على موري يقول لك يا عم انجز بقى ولعب بسرعة. بس هو دايما الاهل كان بيحاول يقتل اللعب ويستحوز على كرة بشكل رائع جدا. عملية الاستحواز مرتبطة بتحكم مرتبطة بجودة. بانك ما تقدرش تعمل ده خاصة امام فريق مدايقة لك المساحات ترجع بالتسعة وعشرة وراء وتعمل عملية التدوير. خليني اقول لك ان الاهلي في الدقيقة تسعة واربعين مع بداية الشوط التاني في محاولة لفتح صغرات. هو مش بيستحوز برجع كرة الوراء. هو لمحاولة لفتح الصغرات وفي النهاية اللي عبر انتهت بفتح صغرات عدد من التمريرات واحد وستين تمريرة لمدة دقيقة ونص منتهى التحكم في الايقاع. والاستحواز فعنادي الاهلي اتقطعت في النص بالمناسبة. يعني اقطعت الهجمة. ما صار الهجمة كرة. لكن الرجال اهل استعادها بعد بعد باص واحد. دي كان بدايتها رامي ربيعة. هتلاقي مروان. هيبتري يعمل عملية التسلسل علشان يفتح الهجمة. هيخش من العمد. هيبتري يروح لديانج. هيروح ناحية الشمال. هيدور يعمل عملية التدوير ناحية الشمال. تمريرة. اتنين. تلاتة. هيلاقي الدينة مقفولة. هيرجع تاني يعمل باص. الكرة تتقطع في النص. هيجي يطلع من قطر ضغط النادي الاهلي. وقفل كل زواية تمرير. الاهلي هسعدها بعد تمريرة واحدة لمدة دقيقتين. بص يا كريم. هو راح لوقتي ناحية التلمين. هيرجع تاني ناحية الشمال. هيلاقي الدينة مقفولة. هاني. مش عايز يريسك. هو عايز يعمل باص في الرجل. هو عنده القدرة ان زميله هيظهروله في المساحات. علشان يبتري يعمل الباص. روح تاني. روح تاني. هيبتدي. هي. راح اتلعب منام. هتروح ناحية الشمال. هتروح ناحية المين. هترجع تاني. بص. رغم ان اياه كرة طولية. هيرجع هاني. هيلاقيها مقفولة. هيروح بعد شوية ناحية الشمال تاني. هو بيحاول يعمل بنتريش. لكن انا معمول عليهم دبلاب. معمول تلاتة على واحد. هيخش تاوي تاني في العمق. بص عدد التمريرات والتحكم في الاقاع. هو بيرجعش ورا. هو عمال بيجيب الكرة من اليميل بطريق كرة اليد. الخلخلة. دي بسمام كرة اليد الخلخلة يا كريم. انه هو عمال بيفتح صغرة. عمال بيجي من وشمال لحد محد من الامبي يتحرك غلط. او يعمل عملية الرقابة والماركينج غلط. هنا بص. هنا هتعمل بص. هتتقطع. هيخد العيب المدة ثانية. بالزبط. بص بقى قفل زوية التمرير. بص يا كريم. اهي. اهي. اتقطعت. بص. 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 ما عندوش زوية التمرير. مع ان هم مش عارف يطلع بالكورة. خدها النادي الاهلة. هيفضل مكمل. لحد ما الكرة ترجع تاني. هيتليمين. هتلاقي فرقة امبي للمرة الاولى فضية مساحة. هيتليمين. كمل. كمل تاني. هتلاقي كرة راح تلاقش. هيحاول يخش. هيروح لمروان. هيرجع يفتح تاني اللي اتعاملت من عب ملعب من شوية. انا مصمم على ان انا اختارق. هيخش هنا. هيسن على تاو فضية المساحة. ولو لجزء من ثاني. بص. هيخش هنا هيعمل. اتنين هيحاول. هيعدي الفين تصويبه. كتوك التاب جون بالمناسبة. في النهاية انا عايز اقول لك التحكم والاستحواز لمدة دقتين. بالشكل ده. وانا عمال اجيب الكورة من يمين للشمال من غير مرجع لورا. انا بعملتش استحواز سلب. النتيجة واحد صفر. انا بشكسبان خمسة فبضاع وقت. انا عمال بجيب الكورة من يمين للشمال. ايلا بص. بص حتى العبت النادي الاهل بيسقفوا هاني. يعني اقفش واقف بيسقفلوا. حسين واقف بيسقفلوا. اه قصة ايلا. انه في النهاية انا عادت اعمل عملية الخلخلة. لوقته طويل جدا. عشان اطلع بالصغرة دي في النهاية. علشان اللي يعمل اللعيب مش متوقع ان هو اللي يعمل اللي هو محمد هاني. فيدخل وحطها برجل الشمال. كانت ممكن تصفل على الهدف. كان هدف مش قصة انه يبه هدف جميل. لكن هدف بيقول لك ان انا قادر اتحكم في كل شيء في المباراة. وهنا الكريدت مش بس يوصل للاعيبة. الكريدت يوصل للمدير الفاني. طبعا. بيقول لك انا قادر اتحكم قادر اشغل اللعبة دي بالشكل اللي انا عاوز اشتغل به. ممتاز. وكل اللعبة بتنزل تخدم على نفس الفكر اللي هالراجل عايز اعمل. ممتاز. مش عايز تكلم شوية عن حسين الشحات? حسين. حل مهم جدا جدا. يا ده من الناس بتتكلم على حسين في الوقت اللي هو بيعمل تقلق ومكسر الدنيا وجايب اهداف وعامل كل حاجة. حسين النهاردة مسجلش. لكن حسين في الوقت اللي اللعب فيه. حسين النهاردة. منتهى بتأثير. حل. طول الوقت حسين الشحات هو اهم حل في خط هجوم النادي الاهل. كهرباء بيسجل. مودست النهاردة سجل. تاو بيسجل. بص يا كري. رجع. 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 اول ما يوقف. رجع اول ما. انا عارف ان معاك شوقت بس رجع اول ما يوقف. بص. اول ما. بص يا كريم. للمباراة التالتة عالتوالي. تمريرات بتبقى صعبة جدا. منتهى الجودة في التوقيف. التوقيف هي نص الشغل. انا حطيت الكرة تحت رجلي. بقى عندي القدرة ان ادور على حلول. الراجل بمنتهى البساطة. وقف الكرة. ماشي بقى. وقف الكرة. كويس نجيب عمال عكسية. بس عدل. على رجله اليمين. ومشيها في خرم ابرة. بص كامل لعيب حواليها. حواليها اربعة لعيبة. فانت بتصوب واحد في وسط اربعة. بقى بص بص كده. اهي. خلاص تلموا عليه. الكرة دي كانت ممكن تتعامل بص. لا. زاوية التمرير مقفولة. تماما. قفلها كلوشة على مودست وعلى تاو. ما عندوش حل غير انه دول على خرم الابرة ده اللي سدت بينه. الجودة في الانهاء وبقى حسين بيعملها مرة واثنين وثلاثة واربعة. بيسجل بنفس الطريقة. بقت بصمة. بقى قادر انه يكون حل مهم جدا للنادي الاهل. كان بيحاول يسجل. حظه كان عسر وجاد في العرضة. اللي بعده. طيب. نرجع بقى للدور التاني. المهم اللي بيعمله دايما حسين. دايما حسين حل. الرؤية. انفراد. باس. في انفراد. افشة. هيرجع بها. حطها المودست دي. اللي مودست حطاها وتعمل لها بلوك. وجاد فيه رجل سيف الخشاب. وتلعب بره. برضو بدايتها حسين الشحات. اللي بعده. ده في المباراة حسين مش فافضل احوالي. ارجع بقى. ارجع تاني. ارجع تاني عشان دي اتكلم عليها في نقطتين. ارجع تاني. بص بصها كريم. الرؤية. حسين عمل اللي قابليها. هنا برضو الرؤية. حسين شايف المساحة. بترى ديانج يتحرك له فداله حل. هنا ديانج بتحرك لمين? هو ما عارفش حسين يبصير ولا لا. لكن هو بيعمل مهاجمة المساحة. هو رايح في المساحة اللي متخططه له. وانه لما تفضل حتة دي تاو بينزل تحت عشان يسحب الراجل. فبترى انت تتحرك عشان تديني حل. فالراجل اللي بترى يتحرك تحطيطل بمنطقة دقة في المساحة اللي رايح لها ديانج بالزبط. تحسب لحسين الرؤية رغم الزحمة. واي لعيب هيدور على حل التقليد هينزل لتحت. لان الراجل حطها لديانج. نقطة تانية بعيد بقى عن حسين خالص. انه للمرة الكام تلاقي العيد من وصفة الملعب بيعمل عملية والاختراك احنا شرحناها من حلقتين ثلاثة. انه الراجل مخطط لهم خمس قنوات بيتحركوا من خلالهم. دي واحدة منهم. المسافة اللي ما بين الظاهير الايصر. وقلب الدفاع ناحية الشمال. دي واحدة منهم بتتسمى كده في الكرة انصاف المساحات. انا بضو بخلق المساح. عشان ابتري هاجمها والديانج بيكمل. امام عشور بيعملها. كان بيعملها حمد فتحي مع كولر. بيعملها احيانا افشد الوقت ان هو يتواجد. لكن في العمق. لكن في العمق ده برضه فيه مساحة. اللي هي المساحة اللي تحت. عفوا. اللي تحت راس الحربة. فانت بتتكلم على خلق القنوات. بتتكلم على فكر مدرب بيتنفذ اياً كان من اللعيب اللي بيعمله. تحسب للمدير الفني. تحسب لللعيبة. لكن حسين والديانج في الكرة دي تحديدا. منتهى الاجادة. وشايف اللي ديانج بقاله. مومنتم ديانج بقاله. اربع خمس مباريات. لأ ديانج قادر يعمل اضوار مطلوب منه بالزبط. عملية الكافريج. لعيب مركز تمانية. لأضارض فعية اكتر من الهجومية. لانه بيدي مساحة سواء القفشة او الامام. اللي هو ما بيلعبه ناحية الشمال. يعمله عملية الخروج بشكل ممتاز. وبيرجع هو يقفل ساقو مع كوكا او مع مرون. يقفله في وسط الملعب عرض الملعب بشكل ممتاز. طبقا لانه هو قادر ان هو يعمل ده. لكنه تطور بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالسكانينج ورؤية الملعب والقرارات. لانه كان بيتاخر بحطه كرة تحت رجله بشكل ممتاز. لكنه كان بيتاخر. فديانج برضو عنده تطور ملحوظ في مركز تماني. مش بشكل عام. طيب. معاك دقيقة الكلمة فيها محمد شنوي. طب. اي فريق كبير يا كريم. كنت فكرت عن نخلق بس قلت لها انت. اي. بص يا كريم. قبل ما قبل ما انا تعرض الله. اه. اي فريق كبير في الدالية. ماهما. شوف بقى كل الشغل الفني اللي حالا بنتكلم عليه. صح. والهجوم عامل ازاي? وخط او اتنين. دي الصعوبة بقى اللي على الحارس. صح. لما تجيلك واحدة انت رجيلك واحدة. ممكن تبقى صعبة جدا. صح. لو ما شلتهاش تحسرت عليك. فيش فريق كبير. وده كليشي. لكنه في حالة محمد الشنوي تحول الى واقع. دي. وانت عندك ريال مدريد اهو كورتو الصاب كيبا مبارح سب هدفين داخلهم بتوع نابولي. فانت. وريال مدريد. جامد جدا. وريال مدريد. بس انت ممكن تشايل فرقة هدفين بس بغلطة او بغلطتين. فلما يكون عندك حدث كبير لازم يبقى مركز تسعين دقيقة. ان لو جت لوحدة. صح. لازم يشيلها. دي واحدة صعبة جدا كمن. اتضرب بها من المرات النادرة اللي اتضرب فيها خط ادفاع النادي الاهلي النهاردة. اهي واحدة غلطة راحت لقفة. صعبة جدا جدا. لو مطلعش يخد الخطوتين دول. الزجون كله بقى مفتوح. مهما يحاول يعملها كتا تطلع. طلع الراجل قفل كل الزوايا على قفة. لقطة صعبة. في توقيت صعبة كتاب شكل كبير. لكن ده قيمة محمد الشناوي. انه مركز طول الوقت. ده بيحسب دايما انا حشكركم انه احيانا من اربع خمس حلقات انا انت قطر محمد الشناوي. لما عمل واحدة لازمة في ماتش سان جورج. قلت له ما تطلعش منه. ميش. فان ان انت تطلع تقفل بالشكل لو مركز وصاحي. ان خط ادفاعك الضرب. في لقطة نادرة ده كان مهم جدا. لقطة تانية اللي اهات ومشي بالراحة بالراحة اول من راجل اعمله. بسه كريم بسه كريم. هنا الشناوي يقف فين بس بسه وقف هنا ووقف هنا بس. اول محس ان المدافع مش هيخده. اول محس ان المدفع. وان الكروس معمول كروس عالقريبة مش عالبعيدة. هو خاد الخطوتين عشان لو تعملت عالبعيدة يطلع ياخدها. الوعي فين? خطوتين? جنبه لآهلي جون. خطوتين. بص قبل ما راجل مstüt بص. ابتالر ايرجع. ادي الاولى. ادي الاولى. ادي لكنه لو ما عملتش لو ما خدش الخطوتين بوعي كانت تكون ريزة فوقيبا كانش هلحق يعمل لها حاجة تحسب لمحمد الشنوي حمد الشنوي طول ما هو في حالته لأهل كله في أمان صح جيمي شرفت ونوارتك العادة دايما منك نستفيد حبيبك شكرا جزيلا لست مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هانا عبدالصبور وعمر جبالة كواليس كثيرة مهمة خليكم معنا يا عرم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونوارني فيها زي الفكر الأصدقاء العزاء عمر جبالة وهاني عبدالصبور عمور منوار الدنيا رباني خليك كريم أنا مبسوط أن أنا معك ومع هاني بالتأكيد يا هاني ومنوار الدنيا بيبقى كريم دايما مبسوط أن أكون معاك وعمر طبعا صديق عزيز كله كويس كله زي لفن لابدأ معامر عشان عامر عنده حاجة مهمة جد طبعا أنا ما عنديش حاجة أنا جي أسلم عليكم وإيه أنا مهلي هابني أنا مهلي من المواضيع مهلي هالمكي مهلي فوق كده قلتولهم أنا جاي أقعد معك قريم ناكن رز بي مش حاجة ونمشي عنا ناش حاجة نزل بيبقى تعشد يا ريمن فاتوح هيجدد للزمالك ولا دا؟ في جلسة قريب جدا عشان الموضوع دا ينتهي في كلمة قالت هاجيب الموضوع على رواقة كده وفي نفس الوقت هختصر الكلام فاتوح ابتدى بالكلام إنه عايز منوح انت عاقد 35 مليون 25 مليون جنيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دو مستحقات متأخرة ولا 25 مليون جديد؟ جديد جديد طبعا الجلسة دي كانت مع أحد المرشحين من رجال الأعمال اللي موجودين متراشح على أحد المنصب الهمة في الانتخابات المقبلة للزمالي عادوا مجلس دارة لا فأنا بحبش يعني نذكر أسماء في الانتخابات عشان لا لا بربع عليك لا أنا بسألك بس لا لا أعدوا مجلس دارة أو مش مرشح؟ لا مش مرشح على أدوان الجلسة دي كان فيها كلام إن الزمالك سواء الإدارة السابقة أو الناس المرشحين ما عنداش مشكلة بفكرة إجمال العقد اللي عايزه فتوح فتوح إجمال العقد الثلاث سنين اللي عايزه من الزمالك 70 مليون جنيه ففكرة الإجمال نفسه فده عادي عادي بالنسبة للزمالك شايف إن فتوح يستحق الرقم ده دلوقتي يتعملوا مثلا تقريباً ياخد في السنة 24 مليون جنيه يتعملوا 20 مليون ويتعملوا الباقي باندي إعلانات يعني الأمور تقترب يا كريم يعني مش هيبقى فاهم مشاكل في السبعين يتعملوا إزاي في الثلاث سنين تعال هنعمل حملات إعلانية وفي ناس متخصصة في المجال هتبقى موجودة في مجلس الإدارة في التسويق ويبقى في إدارة تسويق كويسة في الزمالك فتعال نعمل العقد مثلاً 60 مليون و10 مليون إعلانات فالإجمالي نفسه معلوش مشكلة لكن من حظ التعاقد الناس شافيتها رقم كبير ده نص العقد بالزبط ففتوح قال والله أنا عندي دين عايز أخلص منه عنده دين دين عايز أخلص منه وعندي ارتباطات مهمة وكان موجود كمان في الجلسة دي خالو هو اللي بيتكلم مفاوض بيتكلم بالنيابة عنه قال والله ده في واحد اثنين ثلاثة اربعة وهو محتاج يدفع الفلوس دين خمسة ثلاثين مليون جنيه لا مش الخمسة ثلاثين مليون أنا هكمل لك الباقي وبالأرقام بردو عشان نخلص القصة مرة واحدة فقال له دين الارتباطات اللي عند فتوح واحد اثنين ثلاثة طيب نعمل جلسة تانية في وقت قريب الجلسة ما اتعملت فقعد فتوح من يومين مع كابتن عبواحد سيد في النادي وفي وجود خاله فقال له كابتن عبواحد انا عندي الالتزام مالي لازم يسدد دلوقتي طب ايه يا فتوح؟ قال له طيب على الأقل انا اتخصم مني السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها نسبة المشاركة طلحهمني هم انا مش عارف اتخصم مني ليه طلحهم لدول يعملوا حوالي اثنين ونص ثلاثة مليون جنيه هتديني الاثنين ونص ثلاثة مليون اسدد اللي عندي وخلص مواضيعي وانا رايحك مني وقت ما يجي مجلس جديد نقعد ونجدد ممتاز دي الحكاية كابتن عبواحد قال له لأ يعني طالما محتاج فلوس واحتاخد فلوس يبقى نقعد ونجدد ما نستناش المجلس الجديد عشان نجدد صح فمن اللي كان قاعد معك وتفاعد معك فلاي فحصل مكالمة معي المكالمة دي اصفرت ان هو لأ احنا مش هندفع فلوس غير وانت بتجدد معانا من هنا الهنا فتوح خاله قال طب احنا محتاجين خمسين مليون مش خمسة وتلاتين مش خمسة وتلاتين قد ما عاده قال له لأ الارقام دي ما تقلتش في الجلسة اللي احنا عادنا فيها انت قلت كذا وانا حتى قلتلك بالبلدي هنقعد ونتخانق ونتكلم في الارقام في قاعدة تانية ووقتها كانت جلسة مباقية لنحنا نقول ان فتوح مكمل في الزمالك يعني هو دلوقتي اللي طلبوا فتوح اخر حاجة خمسين مليون جنيه مقدم طعام لا ما حصل جديد كمان حصل جديد ان فتوح يعني وجهات النظر اقتربت في الساعات الاخيرة بشكل كبير جدا وما بقاش فيه فكرة ولا الخمسين مليون وممكن ينزل عن الخمسة وتلاتين مليون برقام كويس لان هو المكالمات اللي حصل اتقل له فتوح انت عايز تروح الاهلي اجابة فتوح لا انا مش عايز اروح الاهلي بس انا عندي التزان بس دي ببسطة فهيحصل جلسة قريب لان هو اتقل له كمان لو انت عايز تروح الاهلي مفيش مشكلة اقول لنا الكلام ده ومن دلوقتي ان خلصوا الامور والامور تخلص ففتوح قال لا انا بالعكس انا عايز اكمل في الزمالك واستمر بس انا محتاج عندي مديونية محتاجة اخلصة فمحتاج امور تستقر فاتفقوا ان يحصل جلسة قريبة جدا جدا يا كريم جدا يحصل فيها اتفاق بقى اللي هو المالي هيتم اتفاق مالي هيتم التجديد متامش هتبقى كل الابواب مفتوح حينو والابواب مقفولة دلوقتي هل الاهلي فعلا في المفاوضات مع احمد فتوح هل النادي الاهلي زي ما تقال حصل اع توقيع بينه ابن فتوح توقيع مبدئي هل الاهلي اصلا مهتم بفتوح ولا كل ده كلام اعلام فقط طيب أقول لك المفاجئة فتوح في جلسة مع الكابتن سير عبدالحفيز مديره القرى السابق بالنادي الأهلي وقع على ثلاث نسخ من العقد وقال لهم العقد الرابع أوقع عليه في يناير عشان يكون بشكل قانوني للكلام اللي حصل طوال الفترة اللي فاتت وكل اللي بيحصل دلوقتي مع فتوح هو تسويف زي ما حصل مع أمام عشور عشان في الآخر ما يتصدرش فتوح لجمهور نادي الزمالك إنه هو عايز يروح النادي الأهلي لأ واحدة واحدة يعني الوقتي على حسب كلامك ما حسب كلامي كل بيعمله فتوح اللي قاله عامل ده كله في الآخر فتوح مش هيجد تعجيز تعجيز لو وفقه على الشروط ده هيجد الأرقام دي مش هيخدها في الأهلي الأرقام الكبيرة دي مش هيخدها في الآخر دراجة إن فتوح خلال الأيام اللي فاتت حصل مكالمة بينه وبين أحد المسؤولين داخل النادي الأهلي كل بيحصل ده مش كويس إحنا كنا مش عايزين فكرة إن انت تكون مستغل لإسم النادي الأهلي عشان تحقق مكاسب مع نادي الزمالك إنت عايز تكمل اتديل معنا عايز تكمل مش عايز تكمل قلنا عشان نبدأ نشوف مفاوضات جديدة أو نقدر نشوف زهير أيصر آخر قال لهم أنا لسه مقدرش أرد على نادي الزمالك لأن أنا مرتبط بتعاقد كل الأمور متاحة حتى يناير المقبل ده نص المكالمة ما بين أحمد فتوح واحد المسؤولين فتوح وقع الفترة اللي فاتت ثلاث نسخ زي ما أقول له حضرتك والنسخة الرابعة قال لهم في شهر يناير علشان خاطر ما وقعش أصلا في الوقت الغير قانوني كمان فتوح معاه عقد من السعودية احتمال يكون بعد يناير يطلع في أي مكان سواء في السعودية أو احتراف أوروبي لأن كمان فتوح وكذا لاعب دولة منتخبنا الوطني في توريا كان بيتكلم معاهم الفترات اللي فاتت على أهمية احترافهم خارج الدور المصر إن هم إمكانياتهم كبيرة جدا ولازم يطلعوا يشوفوا فرصة الاحتراف وإن القاعدة في الأهل والزمالك ربما يحصلوا على فلوس كبيرة جدا من الأهل ومن الزمالك لكن مش هيحققوا تاريخ في الكرة وضرب مثلا بمحمد صلى الله السعود الآن وأسأله لعمر برضو فتوح هيكمل مع الزمالك فتوح هيحترف برة فتوح هيروح النادي الأهل كل الاحتمالات مفتوح فتوح نفسه مش حاسم قراره أنا من نسبالي الإجابة بسيطة إذا توفرت الأمور المالية في الزمالك ناخد بالك برضو الزمالك مش هيسيب دراعه ويتلوي يعني الزمالك عنده البدائل اللي جاهزة وممكن يتحرك فيها وحنجلها بعد شوية بس حط في اعتبالك حاجة عمر مهمة جدا أنا بحاول أحط نفسي مكان مرشحين في انتقبات ندي الزمالك وبسم الله الرحمن الرحيم أول علاقة مع جميع النادي الزمالك والله في تحركات حصلت تجارية ما أهمش معك واحدة واحدة بس عشان بس أنا بحاول أعيش الوضع تمام لو أنا أقدرت نادي الزمالك جاية جديدة وأول حاجة تحصل عندي إن فتوح يروح للنادي الأهلي تمام أكيد العلاقة بين الإدارة وجميع النادي الزمالك هيبقى فيها حاجة أكيد يعني أنا متفاهم فكرة إنه لو الزمالك يتلودرها أو الأهلي تلودرها ده المفروض يعني دي قاعدة بس بمع إنها في لعبة انتخابات ومجالس إدارة جديدة ممكن فتوح هياخد أكبر استفادة ممكنة لا وده اللي تقلو على فكرة في المجالمة اللي حصلت معاه أنت عايز الزمالك ولا مش عايز لما شتيجي تقف في الجلسة اللي هي جاية على 4 مليون و 5 مليون هتقف عند 4 مليون و 5 مليون و 6 مليون مش تخطم دلوقتي وهيتأجلوا المرحلة بعد كده يعني مثلا الزمالك يتدي له إيه 15 مليون تعالى جد التلات سنين 15 مليون من عقد التلات سنين وهنعمل العقد 1-2-3-4 أو 16 مليون أو 17 مليون أنت الرقم ده رقم مهول أن أنت الجدد هتجي تقف تقول لي لأ أصلا أنا عايز ده بالزبط يبقى أنت كده عندك مشكلة أنك تكمل في الزمالك هنقفل الملف على كده وهنعلن أن اللي حصل 1-2-3-4 عظيم جدا نحن نستر كمين مع أحضراتكم بعد الفاصل نواصل مع عامر جبالله وهاني عبدالصبور خليهم يعني أحضركم مرة أخرى هاني عبدالصبور وعمر جبالله لسه مشرفيني وكواليس مهمة جدا سواء في الآهل أو الزمالك واللي جاي ده برضو يخص الآهل والزمالك مع بعض كهرباء والزمالك الغرباء بتاعة كهرباء هل في طريق لحل هذه الأزمة بأي شكل من الأشكال هل في تفاوض بين محامي كهرباء أو كهرباء ونادي الزمالك في الفترة الحالية؟ طيب محامي كهرباء خلال الآمن اللي فاتت قدم استقناف على قرار فرامك كهرباء والعقوبة عشان يقص انفيذ العقوبة علشان ما يكونش فيه إقاف لكهرباء في الفترة المقبلة محامي اللي بتولى القضية مع كهرباء كلم محامي نادي الزمالك وقال له إيه رأيك؟ الزمالك ياخد فلوسه كاش من غير الفايدة وندفعه ملوكه دلوقتي بدل ما نفضل قاعدين وقت طويل جدا في لو عندهم موافقة احنا هندفع الرقم وننهي القضية طبعا هيوفر بتاعة 350 ألف دولار فده رقم بالنسبة لكهرباء اللي بالمناسبة معه فلوس الغرامة كاملة في حساب في البنك معه الفلوس جاهزة وقت ما يحب يتفعها أو خلاص إليه نفسه هتعرض للإقاف هيتفعها بحاول يطلع بأكبر استفادة ممكنة بحاول يطلع بأكبر استفادة ممكنة المحامي عرض على مسؤولي نادي الزمالك طبعا اللجنة السلسية رفضت الرد وقالت لك لا مش موافقين على الكلام ده احنا الملف كله هنسيبه للمجلس الجديد لان دي أموال عامة ما نقدرش ناخد فيها أي قرار ونخاف ناخد قرار زي ده وإحنا جايين تسيير أعمال فهنتحاسب عليه فبالتالي الموضوع زي ما هو متواضف فيه مش أي حاجة جبين ينس نفس السؤال يا عمر نفس الكلام اللي هاني قاله تقريبا هزوت حاجة بس نقطتين يعني في الموضوع محامي كارابة تواصل فعلا مع محامي الزمالك ومحامي الزمالك تواصل مع أحمد إبراهيم اللي هو مدير شؤون اللاعبين اللي هو ماسك الأدمن بقاله أربع سنين في موضوع القضايا فأحمد إبراهيم بدوره نقل الموضوع لللجنة السلسية سواء الدكتور عماد البناني أو السيد أحمد فعض الوطن مدير المالي وقال لهم الوضع واحد اثنين ثلاثة كارابة عارض اثنين مليون دولار كاش وبيقول أنه المحامي بيقول أن الفلوس أصلا من اثنين مليون دولار دول مش جاهزين حالة بس هو هيجهزه وقت ما هتوافقه هيجهزه وهو طلب الحيثيات ووصلته هيجي يوم 7 أكتوبر اللي هو مفروض أنت عارف بيبقى الفصل فيها هاني إن كارابة يتوقف ما يتوقفش هو نقل برضو لإقدارة الزمالك إن كارابة هيتحرك يعمل اللي الزمالك عمله في موضوع الجبونة إن هو بمسابة يجي يوم 7 ويقدم استقناف ويقدم الاستقناف خلاص ويقدم الاستقناف ده زي ما الزمالك خد في الجبونة الزمالك لما جاله لقافة على الجبونة وعمل الاستقناف الأخير زمالك خد 6 أو 7 شهور فبالتالي كارابة عنده احتمالية أنه ما يتوقفش دلوقتي ويقعد 6 أو 7 شهور يلعب فمن الأفضل لنقضي الـ 2 مليون كانت قرار زي ما هاني قال إن لأ مش هنقضي أي قرار في الموضوع ده لحين انتخاب مجلس الدارة جديدة لحين انتخاب مجلس الدارة جديدة كلام كتير يتقال إنه هو ممكن يرجع على نادي الزمالك هل الكلام ده صحيح يا مخوطك؟ ده الموضوع ده مقفول تماماً أحد المرشحين في الانتخابات أيضاً تواصل عن طريق بعض وكلاء اللاعبين مع شريف ووكيله وبيتكلم معاه بفكرة نادي الزمالك وكل اللي انت محتاجه والفلوس والكلام ده كله شريف كان رده واضح قالك أنا حققت تاريخ مع النادي الأهلي جمهوري النادي الأهلي مقدرش أخسره إذا كان على الفلوس فأنا كده كده باخد فلوس كويسة جداً في السعودية عقد مستمر لمدة سنتين لو رجعت هرجع على النادي الأهلي لكن أنا مش قادر ألعب في نادي الزمالك علشان ما دمرش التاريخ اللي بنيته مع النادي في السنين اللي فاتت ويبقى لي مكان فيما بعد داخل نادي الأهلي لأن شريف بيفكر في المستقبل على اعتباره إنه هو بياخد أرقام كويسة في الدوري السعودي ما يقدرش النادي مصر حتى يتفعل عظيم جداً ناحة تانية الكلام بيتقال كتير إنه مجلس إدارة الزمالك الجديد يحاول يعمل صفقة جماهرية كبيرة والصفقة الجماهرية الكبيرة دي ممكن تبقى من النادي الأهلي هل الكلام ده مصنوط طوصة يا كريم في يناير أنا كنت أعيلك قبل بداية الموسم إنه زمالك مش هجيب صفقات بالوقت ولو هيجيب هيجيب في يناير الزمالك قلاص هيجيب في يناير الزمالك بيتحرك في بعض الأسماء سواء الأجنبية وبالتالي هتلاقي سامسون أكينيولا بعد انتخاب مجلس جديد مثلاً بيتفاوضوا معي عشان يفسقوا العقد بشكل ودي وينهوا الموضوع ومش عايف إيه وبعض اللعيبة اللي هم بيتحركوا فيهم أجانب ومصرية زي مين لسه مفيش قائمة أسماء نهائية في بعض الترشحات بس أنا عايز أخرج واحد من الترشحات اللي هو وليد الكارتي لإني كان عليه ضجة كبيرة فبالتالي ووكيل أعماله كريم بارك كان بيتواصل معايا قبل الهومة وشارة وقال لي إنه هو جدد تعاقده بشكل رسمي مع بارامتز وإن الموسم الحالي هو ليس الموسم الأخير لوليد الكارتي وإن وليد الكارتي مستمر مع بارامتز ومفيش فرصة للوقت للتفاوض مع أي نادي آخر لإنه كل تركيز الكارتي مع ناديه فبالتالي هو مش متاح في الوقت الحالي للتفاوض عليه مع الزمالك مين الأسماء اللي تقال ممكن الزمالك ياخدنا من الزمالك مين برضو لما تقالك الزمالك الجاملة ديت عدت أسأل مين اللي ممكن الزمالك ياخدون الأهل وإزاي؟ ممكن ياخدنا من برأ الأهلي اللي كانوا بالعبوا في الأهلي يعني ناصر ماهر ترشح قبل كده يعني في بعض اللي عبق اللي كانوا بتلعب في الأهل لكن من جوه الأهلي في الميركاتو اللي جاي الزمالك مش هيفكر فيه بالعكس الزمالك هيروح لأنه هيبقى دفع رقم كبير جدا في موضوع عضية لشبونة فمش هيروح لصفقة مالية ضخمة يعني مش هيروح مثلا زي عبدالله السعيد كده يا كريم يدفع في أربعين مليون تعال همضي انت عقدك يخلص الزمالك هيروح لبردو للحاجات المقبولة بس يتم اختيارها بعناية ففي يناير ما في الصفقة من الأهل طيب محمد عبد المنعم نهاردة مستوى رائع جدا مستوى دائم رائع يعني هل محمد عبد المنعم يكمل مع الناجي الأهل ولا ممكن يمشي في يناير؟ الأيام اللي فاتت كان فيه جلسات مع محمد عبد المنعم عشان يمدد عقده لعشرين سبعة وعشرين ويتم رفع القيمة المالية للاعبي الفئة الأولى على اعتبار ان محمد عبد المنعم لسه في الفئة التانية ما بين الفئة التانية والفئة التالتة في الرواتب داخل النادي الأهلي وتكلموا معاه قالوا انت لعب من اللاعبين الأسسيين وإحنا عايزين نقدلك عقدك وتاخد الفلوس زي الفئة الأولى اعتبارك لعب دولي ولعب من عناصر الأساسية يناير مع المنتخب في أمم أفريقيا ربما يجي لعرض احتراف أوروبي كويس جدا واقدر أحقق حلمي في الاحتراف لان فيتوريا ده برضو من ضمن اللاعبة اللي تكلم معاهم فيتوريا عبد المنعم تحديدا حرام تضيع سنين عمرك في الدورة المصر هتعمل فلوس مش تعمل تاريخ يازم تطلع تحترف لو طلعت احترافت في الوقت الحالي تلعب في اي نادي أوروبي مستلاح جدا وهتصنع تاريخ كبير جدا 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 وهتاخد فلوس أكتر من التهود فعبد المنعم مش هدفه مع النادي الأهلي وقال للمسؤولين كده أنا مش هدف الفلوس أنا بحب النادي الأهلي بس أنا عايز أخود تجربة الاحتراف ممتاز جدا طيب محمد عواد ولا محمد صبح المبارات القادمة أمام دي سماعي محمد عبو نصف مبارات القادمة محمد عبو نصف مداري بالحراسق قرر أنه جاهز لتنين لأنه هو كان عايز يلعب بصبح المطش اللي جاي عشان يبقى موجود بشكل مستقر مع المنتخب في المباراتين والديتين أمام الجزائر وزنبي فالقرار في الملف ده هيتحاسم يوم الجمعة لأن عواد محتاج يستمر ولا يبقى مطش واحد لكن عبد المنصف اللي وصله لتنين أنه إلغيت الجمعة نحسم الكرار معلش بقى أنا أحاول أحط نفسي مكان محمد عواد أه ما ناكلش أحد يقولي كده خصل مع عابل كده مع عبو جبل أعادوه برضا عشان أبو جبل يلعب عشان يخش المنتخب وده سبب إن القرارة الغد وسعيت عواد زعي القوي فأنا لو عواد وحصت معي تاني طيب أخش أنا المنتخب يا جمعة سعيت أبو جبل دخل في جوال وقال له يا جبل ما يهزك ريح لا أولا أنا أتكلم والله مش مجرد جزار بس أنا لو حارس مرمى طيب أنا عايز أنا للعب عشان أخش المنتخب وأنا بلعب لحد اللحظة دي الموضوع مش محسوم الأعرب فعلا من العواد ولكن موضوع منتخب مصر وإن أنت يبقى عندك حارس من نادي في المنتخب عامل شوية تفكير خاصة أن يعني عواد برضا كريم في موضوع شقرطة سولار ما تقدرش تحكم على مستوية ما جاش عليه فرص كبيرة تخليك تحكم هو مدى جهازياته الفنية هو اللي عبد المنصف كان محتاجه من عواد في الفترة دي أكتر من فنيا أنه يبقى فيه حد بيتكلم مع المدفعين شخصية توجه توقف اللعبة كويس ولقى التمركزات أن الحارس الموضوع ما بيتكلمش مع زميله الحيطة وقفة غلط في موضوع برامة زي صبحي فكل ده خلي تعواد أول ما بقى رجليه في الملعب يلا ادخل ولكن القرار النهائي هيكون يوم الجمعة في آخر تمرير إن شاء الله عمور شرفتوا نورتك على عدنة بشكرك شكرا جزيلا بشكرك جدا كريم هاي نورتك دون يا بشكرا بيبقى كريم شكرا شكرا شكرا